موسيقى السلام عليكم ازايكم يا شباب اخباركم عاملين ايه جينا دلوقتي عندك الفيديو المنتظر في مصر كلها ايه بقى اللي موجود عندنا جوا ورقة المفاهيم وايه اللي مش موجود عندنا فاحنا هنعمل حاكتين بعقولنا صحوات تعالى نمسك ورقة المفاهيم للوقت يو قدام بعض ونطلع ايه اللي موجود عندك ونقولك ايه اللي كمان مش موجود عشان تاخب باله منك تاخب باله منه قويس جدا جدا وانت بتذكره نبدأ مع بعض يلا بينا عشان ما نضيعش برضو الوقت وبسرعة كده عندك نتكلم عن الموجود عندنا اول حاجة بدأ في ورقة المفاهيم بشوي يعني بدأ الاول بيكلم عن اللي بتعدي في الكوندكتور ده ديفيشن للكارنت لان في كل الثانية بقى بيكلم عن وده ديفيشن وديفيشن عموما دي ما بيجيش في الامتحانات يعني مش هجيلك سؤال اسم بس دي في الاول بدأ بشوية وانا طبعا بتكلم ان انا وجالي ديفيشن للالكتروموتف فورس نافطارد يعني ولا الكارنت ولا ريزيستنس او سبسيفيك ريزيستنس او الالكترو كوندكتيفتي بزمتك هتروح تحفظهم هم موجودين مع حضرتك اساسا سوى جولك افتح حواية المفاهيم الحمد لله انت معاك ديفيشن والالكتروموتف فورس والالكتروموتف فورس والالكتريك ريزيستنس والسبيسيفيك ريزيستنس ليه مين لالالكتريك ريزيستفتي ايه تمام ويه الالكتريك كوندكتيفتي بعدين عندنا كمان تمام اللي هو البوتينشل دايريكت اللي مع فده كمان موجود عندنا وعداد شن هي عبارة عن اللي هو بتاعة بالشح القانون بتاع مين على وبعدين قال لك العلاقة جاب لنا الجراف حلو قوي اهو ريليشن نحن بقول السؤال المتوقع ده سؤال المتوقع ريليشن ما بين والالكتروموتف فورس طبعا لقانون فطبعا ندينا الجراف ده اللي هو بيوضح لك نقطة الواي انترسكشن عشان لو نسيت هي واللي ستوب بيساوي وشكل الجراف الموجود قدامك ده طب نيجي بعد كده ابتدا يدينا قانون وقانون تمام وواضح جدا بيوضح في قانون قانون الاولاني انه بيطبع عند اي نود او جونكشن اه وده اسمه اسم القانون ده وقانون التاني ان الالكتروموتف فورس في اي ايقوال الالكتروموتف فورس وده بيعتمد القانون ده على وميدي لك اللي هو الموجود قدامك ده طيب تعالي نبص لما جال شرح السيرس والبارلل رسم رسم هو قال ان الكارن في السيرس زي بعض وقال ان بوتنشا الديفرس بيتوزع وقال قانون الار ايكويفلان في السيرس ولو كانوا سملا نقول الار في الوحدة في عددهم وبرضو شرح في البارلل قال لك ان الكارن بيتوزع اي وان بلس اي تو بلس اي ثري وقال ان بوتنشا الديفرس تعال برال وبالتالي اداني قانون عندنا بتساوي كام طبعا لها ما هي مفروض الواحد على 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 بس احب انشاء لي بالاجابة في الاخر فهو كتب ودينا برضو قانون ولو كانوا اتنين بس فدينا قانون بردك على الصم القوانين الاساسية الموجودة جوه عندنا هي عبارة عندك عن ايه طيب ايه القوانين بقى واللوز اللي اتقالت عندك في الشابتر بدأ الاول بقانون ووضح انه القوانتو اتشارج ما قالش ايه بقى ما قالش القانون التاني بتاع القوانتو اتشارج ده والكترون بيلف في مصار دائري اللي هو والكترون اتشارج على لو الالكترون بيمشي في مصار دائري القانونين دول ما جابش سيرة عندك عنهم جاب قانون وعلى جنب هو مدي اليونت يعني هتليه تحت على الجنب كده جزء عندك على يمين موضح لك البوتنشال ديفرنس موضح لك الورك ايه ده قانون بتساوي ايه ده قانون ايه ده قانون على ارضاش بلاس انترنال ايه ده العلاقة ما بين بتاعت الباتري اللي هي اي فولتيميتر بتتوصح حاولين باتري بيبقى القانون بتاعه وايه ده قانون ايه ده قانون ايه ده قانون تحت نمبر 8و ده قانون مهم قوي دا قانون باور بيريوس باي باتري باور بيريوس باي باتري يساوي دي القوانين وكده انهينا عندك على ايه اللي موجود فريط ما فيهم في التشابتر 1 ايه مش موجود تعال كده نبص مع بعض دي اتلاح ورقة انا منزلها عندك على الجروب ايه هي القوانين اللي مش موجودة مجالبش تصيرها عن قوانين بتاعت لو انا عندي اتنين ارتو بتساوي ارتو بتساوي ارتو على ارتو ارتو علي اريا وان اشي اللي قد بدلها بص كده معايا كده هنا ممكن اريا طو علي اريا وان دي اشيلها وقت بدلها على على 포خ Devi على أرواس فموكن يشيل دي حط بدلها دي تمام ما جابش سيرت علاقة الار مع لما يكون عندك علىł مجابش سيرها على القانون ده خالص ما جابش سيرة لو انا بعمل يشي مبين واسبطي أو اتنين القانون فبالتالي ده القانون هو ما جابش عنه ايه سيرة عندك وبرضو بنركز ان اريا وان على اريا توم كنتو استبدل بقر وان سكوار على او كمان ايه او كمان ايه ديامتر وان سكوار على ديامتر تو سكوار ما جابش نصير القانون بيساوي ودي احنا بنحتاجها والدينس بتساوي مسا على الفوليم ودي احنا بنحتاجها في الحل او اكترا جدا ما جابش سيرة اللي هو لما يقول لي ما جابش سيرة عنها ان الريزيسا بيكون ضارقة اللي مع الريا باور تو وانها بيكون مع الريديس باور فور ما جابش سيرة عندك عن الجمل ديوت خالص برضو ما جابش سيرة عندك عن مين لو انا مركب حاولين او حاولين في حالة التوصيل البارلل والأميتر السيرس والأميتر البارلل بص كده معايا هنا أنا في الشكل موجود قدامك ده لو أنا عاوز أجيب ريزيستنس الحتة البارلل دي دولة الداني القانون بتاعهم هو فرعة مفاين برودة تعصام أروان في أرطو على أروان بلاس أرطو التوتر زيستن بتاعة السيركب بعمل إيه بقى كل دول اللي اسمهم أرداش اللي هي بتساوي أر إيه لأر الإكويفلن بتاعة أر واحد زائد أر اتنين زائد أر ثري اللي هي موجودة جنبها طب الكارنت بتاعنا اللي هو إرائية الأميتر ده إرائية الأميتر دوت بتجاب قانون في بي على أر إكويفلن بلاس إنترنل نخش بقى عندك على الجملة المهمة دي إذا كان إرائية الفولتميتر في حالة لو بص كمعي هنا اللي هي الحوالين أر تلاتة قانونها بيسوي مجبش تصيرها عن قانون لفولتميتر حاولين أر يبقى قانونه آيفو أر مجبش تصيرها على الحيطة دي طب فيتو فيتو ده متوصل حاولين مين حاولين اتنين بارلل هو آه متوصل حاولين أر تو بس كأنه متوصل الأر بتاعت الله هو آلف ورائة مافهيم إن الفولت في البارلل زي بعض فممكن أقول إن إرائية الفولتميتر ده بيتسوي الآي اللي أنا جبتها فأر الإكويفلنت اللي أنا سميها أر إي وممكن أجيب فيو فيوان وفيتو بطريقة تانية يعني مثلا أنا معايا فولت البطرية بتين فولت ومعايا فيتو بتمانية ففيوان بتسوي تم مينس ايت طب يفرض إن أنا معايا فيوان مثلا بيتو وعاوز أجيب فيو أقول في credible مينس vوا أطلع فيوان بتاعتي بتسوي كامل طيب مجابش أصيرة عن إيه بقى كمان مجابش أصيرة في نفس القانون ده لو أنا عاوز أجيب إرائية الأميتر إيوان مثلا ده وإي تو ده بتسوي كامل إرائية الأميتر دولة عاوز أجيب إيوان وإي تو أعمل إيه ايوان يبقى جيب الفولت اللي ها لسه جايبه لها لسه كنت جايبه مشوالي هوا اعمله دفايدل اروان و ايو اجيب دفايدل مين طيب وكان فيه عندنا قانون تاني التعناوار بيقولك ايه ايوان بتساوي اي فو ار اللي عكسها على اروام بلاس ار تو يعني انا مثلا لو الار دي بسكس اوم وانا معايا الاي دي بثري امبير فيبقى ايوان هتساوي ايه والار اللي تحت دي بثري اوم فبالتالي قدر أقول إن I1 equal 3 في 6 على 6 زائد 3 I1 بتساوي أسف I في R2 فهتساوي I 3 أمبير يبقى I1 equal I3 أمبير في R2 لها 3 على R1 plus R2 طب و I2 I2 لها مشى تحت I2 لها مشى في R2 I2 تساوي مين I في مين في R1 دايما نقول I2 تساوي I في R البعيدة اللي هي الـ R التانية أنا I2 بتساوي I في R مين R1 فبقى I2 هتساوي I في R1 I اللي هي 3 أمبير R1 اللي هي كام 6 على 6 زائد 3 دي طريقة و دي طريقة ما جابس يصير عن لو أنا كارم بتقسم بالشكل ده ويقول لي هاتلي potential مثلا ما بين I2 points زي مثلا عاوز أجيبي potential ما بين نقطة B و نقطة D فأنا ممكن أمشي من بيل دي في هذا الاتجاه طبعا بنعمل الساين رول هنا وهنا بوستب نيجيتف وهنا بوستب نيجيتف فممكن أمشي من بيل دي في الاتجاه ده فأقول لي نيجيتف I1 R1 بلاس I2 في R4 طب وممكن أمشي الداريكشن التاني ده أدي له اللي أحمريكا ده كده فأنا ومشي كده أدي بوستب نيجيتف وهنا عندك كده بوستب نيجيتف فممكن أقول لي بوستب I1 R2 منس I3 في I2 منس I2 في R3 فأنا ممكن ده عندي طريقتين ما جابش سيرة عن الجملة دي ما جابش سيرة لو أنا بجيب باور بتاعة اتنين ريزيستنس متوصلين بارليل توتال باور بتاعة اتنين ريزيستنس عندي سيركيت فيها اتنين ريزيستنس متوصلين بارليل مع باتري ما جابش سيرة عن لو في عندك أكتر من بطارية في السيركيت ما جابش سيرة عنها دي ما جابش عنها سيرة وبيجيبها في المتحاك كتيرة مثلا عندي أدي VB1 و VB2 بس VB1 أكبر من VB2 افتكر معايا الفولتمتر حولي البطارية كبيرة بمقانون VB-IR والفولتمتر اللي حولي البطارية الصغيرة بقانونه VB-IR عشان دي بتعمل والبطارية التانية بتعمل والتوتال كرن بيتجاب ازاي VB1 VB كبيرة نقص VB الصغيرة على R تاعت السيركيت زائد الانترنل طب و V3 تتجاب ازاي بعد ما جيب الكرن أضرب V3 بتساوي I في R طب ممكن أقول ان V3 دي بتساوي V1-V2 أطبعا يعني لو البطارية دي خرجت 10 فول تمام فالعشة فولتي دي مثلا دي لو خدت 8 فولتي ببقى كام اطرح ده من ده تعرف الارضي خدت كام عشان عشان 8 هل بتاعت خدت اتنين لان لازم يكون V1 لازم تكون V1 ده الفولتي اللي خرج من بطارية كبيرة بيساوي V2 بلاس كام بلاس V3 ما جابش يسيرة عن حداك لو هو الواير كان عندك وير وخليته على شكل رينج فاكر القانون مهم لو انا عندي وير وحولت الواير ده على شكل رينج كان فيه عندنا قانون مهم جدا اللي هو بيقول لك ايه ها R الواير بتساوي R الرينج على 4 او هي كده من طبعا R الواير اللي هي كبيرة فR الواير على 4 تديني R الرينج R الواير على 4 تديني R الرينج لان R رينج دي بن اعتبارها اتنين يبقى بتساوي R وير على 4 او R وير بتساوي R رينج بس القانون ده كنتم نستخدمه لو قالي اتنين اتنين او كندكتور تانيناه على شكل رينج او اتنين وهناك وحولناهم الاثنين 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 هي ماجابش سيرة عندك عن ازاي بنطبع قانون كريشوف على اللوب والنود ازاي نطبع قانون اللي هو مجموعة ال Curry اللي دخل على اي نود بتسيو مجموعة اللي خارج ازاي بنطبع قانون كيل ازاي بنحط الاشارات اللي موجود هتلاقيه في فيديو الشرحي عندك بالتفصيل عندك ايلها. وبكمله وبهاشتغل عندك على بتاعتك. طيب ديت الحاجات اللي مجاتش في ورقة المفاهيم على شابتر وان. شوفنا اللي جه. واللي مجاش عندك على شابتر وان لغاية هنا. يبقى احنا خلصنا كل الحاجات بتاعة شابتر كام? شابتر وان. يلا بينا نبص ايه اللي جه? وايه اللي مجاش في شابتر تو. نبدأ يا عم بشابتر تو ورقة المفاهيم بتاعتنا الاول. بدأ الاول برضو بشوية حياة حلوة. بدأ الاول بشوية كونسبت. كونسبت اللي هم يعني بدأ. بتكلم عن شكله. قال لك شكله عشاكل بيبتدى يديك المنظر بتاعه. وهو ابتدى يتكلم ان كل ما بتزيد بتبقى ازيد. وكل بتاع نقدر نحدده بقاعدة اسمها عشان اللي تنسى. ايه قاعدة اللي بنحدد بيها اتجاه المجنيتك فيد بتاعت الستريت واير. فرجل وضح ان البي ضارك مع الاي وانفرس المعاد دي. فجاب صيرة عندك عن المعلمات دي وشكل المجنيتك فيد. المجنيتك فيد بتاع السيركلر كويل. شكله. بسبب الكرن بيمشي ده بشكل المجنيتك فيد ده ايه? سيملر تو شورت مجنيت. الجملة دي مهم عشان اقول لك بتيجي في اختيرات يقول لك بمجنيتك فيد شبه بار ماجنت. ولا شبه الشورت ماجنت. في السيركلر كويل بيبقى شبه الشورت ماجنت. اللي هو عبارة عن مغناطيس المبطة الرفاية عيب عامل زي بطاريات الايه? زي بطاريات الساعات كده هو. طيب. والفلاكس لاينز بتبقى ستريت وباريل اللاين بربن ديكلرت وده بلينو دا كويل عند السنتر. اه دي كده. بيكون عند السنتر بتكون مجنيتك فيد بتكون خطوب برألة لبعض. ولكن في الجنب بتكون أوفل وسيركل بالشكل ده. الداريكشن بتاع ميتيك فيد بيقدر يطبق بقاعدة رايت هند مين سكرورول. طيب بعدين ابتدى يجيب برضو سيرت الميتيك فيد بتاع السلينويد شكله. قال لك شكله شبه الميتيك فيد اللي خارجة من عندي مين بار ماجنت. والميتيك فيد بيشكون على شكل لاين ستريت لاين عند الميدل في سلينويد. بتبقى ستريت لاين. ما جابش سيره انها بتعمل الكلوز دي باث الى الان. وقال لك الداريكشن بتحدد بقاعدة امبير رايت هند رول او رايت هند سكرور ايه رول. اللي اتنين ينفع ان احدد بيوم داريكشن مينتك فيد عند اكسز السلينويد. جاب معلومة ايه يا نيوترال بوينت هي البوينت اللي عندها مينتك فيد دي فانش. لما اتكلم عن الفورس قال الفورس الاكتنج على ستريت واير كارينج 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 بتعتمد على مين الفاكتورز؟ قال لك يا داريكت لي مع اللينس وبتعتمد على الكارينت انتنسي وداريكت لي مع الماجنيتك فلاكس دينسي وداريكت لي مع الساين الانجل هي الانجل ما بين الواير والاكسترنال ماجنيتك فيلد. وضح ان البي دات هي الاكسترنال ماجنيتك فيلد. بعدين اتكلم عن ما بين توباريل الواير هي ممكن تبقى اتراكشن فورس لو الراجل وضح. عشان لو قد نسي بينسي جوة الانتحان هي لما يكون سيم ولا بقى اللي كاتبها عندك. لما يكون سيم يبقى ولما يكون بتبقى قوة ايه? لو في ايه? طيب قال المعلومة دي. طيب هو قال ان بيعتمد على شوية فاكتورز. قال على الاريا بتاعت الكويل ودبنت على الاي. كلها عافين القانونها بيانة. ساين ثيتا. فا وضح في الراجل الكلام ان بيعتمد مع التورك والكرانت ودركت اللي مع الماجنيتك فلاكس دينيستي. ودركت اللي مع النمبر الف تيرنز ودركت اللي مع الانجل اللي ما بين النورمال اوف كويل بس. الانجل الى بتوين النورمال اوف كويل الهي بربندكت او دا كويل. اللي هي بنسميها وديبندي على الماجنيتك ايه اللي هي يان طيب السنسيف بتاعت الجالفانوميتر هي بتستخدم عشان تقيس الويك دايركت كارنت وبيقول الجالفانوميتر ده السنسب قاسف بيقول ان السنسب جالفانوميتر بيستخدم لايه ده كده السؤال اسمه منشا نيوز ممكن جايه في الامتحان ايه واليوز بتاع الموفين كو الجالفانوميتر بيستخدم عشان يقص الويك كارنت وديترماين الديريكشن تمام وفايند عندك الانتلس بتاعته يبقى يقول لي فيه ويكارنت ولا لأ وديترمين الديريكشن ويقول لي القيمة بتاعته بتسوي كام فهو كتب الاستخدام بتاعه الجالفانوميتر السنستفتي هو قانون بتاعه الانجل دفليكشن بريونت كارنت انتلس ليه ثي تعلمين على اي الديسي اميتر بيستدم تميجر الكارنت انتلس وديبند على الماجنيتك تورك دي اسمعه الساينتيفك اي دي والجالفانوميتر برضو الساينتيفك اي دي بتاعتمد على الماجنيتك تورك الساينتيفك اي دي بيعتمد على الماجنيتك تورك الاميتر هو ديفايز بيستخدم بعد ما بنعدل بتاعش اس كارنت انتلس عالي وبالشح بقى ان احنا بناخد الجالفانوميتر ونوصله فين بقى فين قاله ونوصله بسمول برالي رزيستس اهو اسمعه شنط بتوصلها برالي للجالفانوميتر بتاعنا بعدين جاب سيرة الفولتميتر وقالك ده بيقص البوتينشال ديفرانس بيعتمد برضو عن ماجنيتك تورك دي اسمها الساينتيفك اي دي لو قالك الساينتيفك اي دي افتح كده وقت ما فيه دي بنده على الماجنيتك تورك او بنقول عليها لفظ تاني ماجنيتك افكتوف الكتريك كارنت الفولتميتر بقى بيقص بوتينشال ديفرانس زير فور مهم جدا ان احنا نضيف سيرس رزيستنس اسمها مالتيبلر بتتوصل سيرس مع الجالفانوميتر بعدين قال ان الاوميتر ده جهاز بيعتمد على اومز لوكلوز سيركت وده اسمها الساينتيفك اي دي وده بيقص ايه بيقص الانون ريزستنس قوانين اتحطط الراجل جايب لك عندكم دلعك اهو قانون ايام توبيت دي بتاع قانون مونيتر بتاع سيركتور الكويل قانون منيل بتاع الماجنيتك فلاكس ديني سيميو النهائي على قل ون على قل ديت اللي هي نمبر اوف تيرن بريونت لانس افكرك كده شباب طبعا لو انا بديك النمبر اوف تيرن بريوت لانس بيونت تيرن بر سانتي لازم احاولها لتيرن بر میتر عن طريق لانا باضربها او هتقول في تين باور نيتيف طول ان السنتيمتر تحت طول في تين باور كام باور تو طب الماجنيتك فورس اللي بتأثر على الوير قانونها بي اي ال وموضح طبعا ان الطول هو الطول المعرض للماجينتك فيه زي ما انت شايف كده عشان لعب عليها في امتحان سنوية عامة طيب با وقانون الميتشوال فورس اللي هو اف بتساوي ميو اي وان اي تو اللي على دي بس القانون الميتشوال فورس عندنا اللي كتبه اف بتساوي ميو على تو باي اي وان اي تو اللي على دي اف على اللي دي لها اسم دي اسمها ايه يا شباب كده فورس بريونت لانس اسمها ايه فورس بريونت لانس تمام اهي بص هو كتبه لك كده على جام قالك دي الماجينتك فورس بريونت ايه لانس واي وان اي تو ده عبارة عن الكارنت وموضح لك هنا الاسهم ان الكارنت عكس بعض وكارنت لو زي بعض يبدي قوية ايه وجي عندي التورك وكتب قانون بيان ساين ثيتا ووضح في الثيتا الانجل ما بين بتاع الاكسترنال فيد والبرندكرا على الكويل ويد ده قانون ويد ده قانون ويد ده قانون الشنطة اهو قدامك وقانون المالتبلر اهو ووضح لك الاسم بتاعته ويد ده قانون الكارنت بتاع قوانين الاميتر قانونين ولما يكون فيقول في بي على اهو شان الناس يقول انت بسميه اهو كنتم بتقول اهي كتاب المدرسة اهو في بي على ايه ار ديفايز مين ار ديفايز يا ار الجالفانو زاد فاريبل زاد الستاندرد زاد الانترنال طيب بقى لما يكون في عندي النون ريزستنس بدل اي جي بنكتب ايه اي لان طبعا زي ما انت عارف ان الاي قمتها اصغر من مين من اي جي فما بضيف الكارنت بيقل فبقى قانون اي بتساوي في بي على ار ديفايز بالاسمين ار اكس وراجل موضح لك بقى شوية علاقات موجودة عندك ايه بيقولك لما ار اكس ايقوال زيرو كان التوتال كارنت بربعمية بص كده الكارنت لما يقل للنص ار اكس كان بثلاتة في سبعمية وخمسين دي اللي هي ار ديفايز طبعا احنا قلنا ان الكارنت لما يقل للنص يبقى الار اكس اللي بنقسى بيكون قد ار ديفايز لما كارنت يقل للتلت يبقى الار اكس بتساوي لما كانت اس في يقل للربع يبقى الار اكس بتساوي تلاتة ار ديفايز تمام يا عينت اللي خد تلاتة نفسه وخمسين درات طرف تلاتة هتلاقيها موجودة عندك الرقم اللي انا بكلمك عنه ده طبعا اللي غات هنا دي قوانين اللي اتجابت مجابش سيرة عن ايه في حقا كتير جدا جواة شابتر تو مجابش عنها سيرة ده اللي هو ذكره جواه ورقة المفهيم عندك خلي بالك جدا انا ليه بقولك بقى مجابش ايه مجابش ايه دي يا تشاهدوك وانت بتذكري تعافين دي حاجاتي مش هتشافه خالص يعني احنا مثلا ايام دي ايام دي ايام بيكتبها فور باي فوتين بوينيت في سيفن دي لحنا بنقتصارها فور باي فوتين بوينيت في سيفن على تو باي بتكتب احنا بنكتبها عشان روحة بنحل المسققل اتنين في تين بوينيت في سيفن اي على دي ما جابش سيرة انه لو اداني المسافة اكس دي لغاية السنتر لغاية عندك الواير والداني ريديس الواير ان انا اجمع ان انا افك الدي اربلاس اكس ما جابش سيرة عن الجملة دي ما جابش سيرة النيوترال بوينت والقانون بتاعها لو كان الكارنت في النص احنا طبع القانون كنا بنقوله ايوان على دي وان اكوال اي تو على دي تو دي وان هنا مسميها اكس ودي تو مسميها اي لارج على دي ماينس اكس ولو كانت نيوترال بوينت بره نفس القانون برضو اي وان على دي وان اكوال اي تو على دي تو وده اما نيوترال بوينت موجودة في منطقة النجد فما جابش سيرة عن الكلام ده خالص والنهاية لما يكون عكس بعض ما موجودة نيرس الويك استكارة ما جابش سيرة عن الكلام ده خالص فطبعا ده عاوزك تبقى تاخد بالك وانت بتذكر كويس جدا ما جابش سيرة عن التوبر اللي هو بقى في المكان طبعا انا نحدد لك عندك هنا الاتجاهات والنيوترال بوينت زي ما انت عارف في منطقة النجدف يعني ممكن تبقى هنا وممكن تبقى هنا وانا دايما لما يكون عندي اتنين بر فانا ممكن يكون عندي اتنين نيوترال بوينت ما جابش سيرة عندك على الكلام ده القويل قانون مونيتور تمام ما جابش سيرة عن النمبر اف ترن تتفكي طول الواير على طوباي ار وراجل هارينا ما جابش سيرة عن النمبر اف ترن بتسوي ثيتا على 360 دي لو هو ايه واكل منها حتة لما يكون سيركل الكوب لمنظر ده لكن لما يكون كويل كامل ومتاكل منه حتة يبقى النمبر افترنا هتسوي 360 نقص ثيتا على 360 قوانين دي ما جابش عنها سيرة ما جابش سيرة على لما يقول لك كويل ووند اندري ووند او كويل ريشابد اند كاري سيم كارنت ما جابش سيرة ان احنا نقول بي وان دايريكت المعين سكوار وان البي انفرسي مع ريديس سكوار ما جابش سيرة عن المعلومات دي ما جابش سيرة عن لو كويل اتنين كول جواة بعض نجمع ولو كويل اتنين كول عكس بعض ما جابش سيرة ما جابش سيرة عن قوانين مع الكويل طبعا انا مدهلك بقى لو كان كارنت عكس بعض كده يبقى موكل في المراجعة بيتو. واي واير على باي بتساوي ان في اي تو بتاعت الكويل. طبعا انا هنا مش بشح القوانين لانها تلاقيين في الشرح في في ان شاء الله في المراجعة الشرح شرح لكل الكلام ده. بس انا بوريك اللي ما جاش بوريك كل القوانين ما جاتش. ولو لقيت كده اتجاه الكارنت عند التانجنت زي بعض فالبي توتل عند السنتر بنقول بي وان بلاس بي تو بي واير زائد بي كويل. اه لما يكون طبعا الكويل والواير تانجنت فنعرف ان البي واير ان الدي بعد الواير عن السنتر بيكون هو مين? هو ريديس. اه ده واير وكويل بس الكويل عامل كده. الواير عامل كده والكويل عامل كده. يعني مش عاملين كده. لما يكون الكويل البلين بتاعه بربندكلر على الواير اعرف ان ما يديك فيه بتاعت الواير والكويل بربندكلر. بص يا شباب ركزوا معي. شايف كده الكويل وقادي الواير تانجنت البي وان والبي تو يا اي ما نجمعهم يا ما ينصهم. لكن لما يكون الكويل عامل كده وتانجنت البيوان والبيوتو تبقى بايثيجرس ودي جماعة مهمة متوقعة ممكن تيجي السنة دي دي متوقعة. السلينويد قانونه منيل اللي هي ميو ديت. ما جابش سيلا عن ان لو النمبر افترن تانجنت لازقين في بعض ودي جابا في كزا متحان جامدة. ان طول السلينويد بيتفك النمبر افترن في ديامتر الواير. ما جابش سيلا عن المعلومة دي خالص. تمام? وساعاتها لما بشيل طول السلينويد وكتب النمبر افترن في ديامتر الواير. فروح مكانسل الان مع الان فبيبقى ميو اي على الديامتر الديامتر اللي هو او ار. ما جابش سيلا عن لو كويل وسلونويد مع بعض الكرانت سيم دايريكشن اجمع الكرانت عكس بعض اماينس ما جابش سيلا عن الكلام ده. ما جابش سيلا عن مع السلينويد بالمنظر اللي انت شايفه ده. طبعا السلينويد بيقام ميدك فيه ده يكون عامل اكس. او دوت لو العكس فكده بيكون اللي اتنين بيبقى قاعدة بايثيغرس بيطبق عليهم. لكن لو كان الواير فيرتكال بالمنظر ده فدائما اعرف ان بي وان و بي تو يا اما ماينس يقلنا بلس. على حسب. لو الواير ده اكس. اكس يعني الواير داخل جوا البيج زي ما انت وضع عندك كده في الرسمة. فيتلاقي الميدك فيه ده جود خد تانجيند كده. وده اتجاه ميدك فيه ده بتاع السلينويد. فدول بارل اللي بعض في نفس الاتجاه الجمعه. لو الواير دوت هيب اتجاه ميدك فيه ده العكس هماينسهم. وانت قتليني هاريك في في الشرح على الكلام ده. ما جابش سيرة عن الكويل لو انا مطيته بقى سلينويد. وقانون حلو كنا بنقول بي سلينويد على بي كويل اكوال تو ار على ال ال. ده لو بتاعت الكويل تمام? ما جابش سيرة عن الملاحظات بقى اه لو انا وصلت بنفس البطارية واقللت ال number of turn او زودته طول السلينويد. الكلام اللي هو بتاع كاته والكلام ده كله ما جابش عنه سيرة خالص. طب ودول يا مستر انا عاوز افتكرهم الروح عندك الفيديو الشرح هشرحهم لك بالتفصيل ممل عندك الاجزاء دي. ما جابش سيرة عن القانون بتاع الميتشال فورس او ما قالش ان الميتشال فورس ان اف واحد و اف اتنين سواء اتراكشة او ربارجة ان هما ايكوال. بس اه ما ما قالش كمان لو كانوا متعرضين لما يديك فيد اكسترنال ان القويتهم مش يبقى قد بعض. تمام? الكلام ده ما جابش عنه سيرة خالص. هتلاقي في فيديو الشرح اشرحولك بالتفصيل. ما جابش سيرة عن الواير ساسبند وزود فول او الواير بتأثر باتنين فورس. فبنقول ان بل ايكوال مج. ما جابش سيرة عن الكلام ده خالص. تمام? ده كلام ما جابش عنه سيرة. ما جابش سيرة على ان فيليمينج ليفت هاند رول بتسادم لتحديد الماجنيتك فورس اللي بتأثر على واير. فيليمينج ليفت هاند رول بتأثر على واير. فكنا بنقول هي يولد حركة. فكنا يا جماعة كهرباء تولد حركة. كهرباء تولد حركة. كنون سادم قاعدة فيليمينج مين? فيليمينج ليفت هاند رول. والواير لما بيتحرك بيتولد فورس بتعمل اكسلريشن. الواير لما بيتحرك قانونه اكوال مجينتك فورس بيل بتعمل اسمها بص كده بتعمل الاكسلريشن في الواير. اكسلشن اللي هي ايه? ايمhow ايه. ف Yemenجدر نقول بيل بتساوي ماس في الاكسلريشن عشان لو طلب هاتي الاكسلريشن اللي بتحرك بيها الواير. فناخد بيل ونقسمها على الماس بتاع الواير فنقدر نطلع ع إكسلشن بتساوي كامل. كلام ده كله ما جابش عنه سيرة. ما جابش سيرة عن واير مع ريجتانجل مع انه هرا في انتحان سانتون Belia عامة اجابها في ابات اتعاشين اتنين وعشرين السانة اللي فاتت الواير مع ريكتانجل وكنا بنقول ان الصايد القريب ده بنعمل معاه قوة هو الصايد القريب ده بيعمل اتراكشن والبعيد بيعمل فبنجيب قوتين وفي الاخر نجيب الريزالتات وما ينصهم ما جابش نصيرها عن القوة القريبة بنكون اقوى من القوة البعيدة يعني المفروض لو دي اف وان ودي اف تو ادي دي وان و ادي دي تو واف تو اللي هي فوق دي اف وان اكبر عشان دي وان اصغر من دي تو لان الفورس مع في المسافة الاصغر بتعمل قوة اكبر كل الكلام ده مجابش عنه سيرة مجابش سيرة القوة اللي بتأثر على تلاتة واير لو انا عندي ثري وايرز كنا اعاوز اجيب مسلا الفورس اللي بتأثر على اي واير فيهم فعشان اجيب الفورس مسلا بتأثر على الواير ايه فلازم اعمل ايه بقى اجيب انا اعاوز اجيب الفورس بتأثر على الواير سي اسف اعاوز اجيب الفورس اللي بتقصر على الوير سي. فإيه اللي مفهوض اعمله. اجيب التوتال المجنيتك فورس اللي بتقصر عليه. فتوتال مجنيتك فورس. توتال مجنيتك فيد القانون بيل. فاكنكم يقول نيعتبر الوير سي كأنه نقطة. والنقطة دي نجيب عندها مجنيتك فيد الوير اي ومجنيتك فيد الوير بي. ودول هيبقوا اتنين مجنيتك فيد عكس بعض في الاتجاه في هم ما ينصهم. بعدين نقول ايه بي اي ال ونطلع الفورس. كلام ده ما جابش عنه صيرة خالص. ما جابش صيرة القانون السنسيفتي صراحة هو قاله كده لك ما قالش ثيتا على آي ما قالش ان التورك بتاع الجالفانو ايكوال بيان من غير سين ثيتا. من اللازينة. لان احنا عارفين كلنا يا معنى في الجالفانو ميتر ما فيش سين ثيتا لان كل الكلام ده ما جابش عنه سيرة. ما جابش سيرة عن رسمة الاميتر ديت. ليه آي ايكوال اي جي في ار جي وتحت اي اس وفوق ما جابش سيرة قانون السنسيفتي اللي هو ايه بتاع الاميتر اي جي على اي اكوال ار اس على ار اس زاد ار جي. ما جابش قانون نوار بيقولك. اللي هو كان بيقولك ايه لما الاي بتساوي ان من اي جي يبقى ار شنط بتساوي ايه ار جي على ان ماينس وان. ما جابش سيرة الجرافات المهمة اللي قرفنا بها في ابتحانات سنوية عامة. لما ارسم جراف ما بين اي واحدة على ار اس نقطة الواي انترسكشن ساوي ده دي. سلوب اي جي marca اللي هو كلام ده. ما جابش sekرانه وصيرة خالص. ما جابش عندك رسمة اللي هي رجي ور ام والتوتال فولت اللي موجود قدامك ده. ما جابش سيرة. ما جابش القانون ده. قانون السنستيفتي بتاع الفولتميتر اللي هو فولت الجالprises على التوتال فولت بيساوي ار جي على ار جي زاد ار م هذا ما جابش عنه. طبعا ما كانتش مكتوب قانون نوار بيقولك لما الفولت الميتر بيساوي ان من في جي. يبقى المالتبلر بتساوي انما ينسوان من ارجي. ما جابش سيرة عن الجراف اللي جابه في متحان سنوية عامة كزا مرة. لو رسمت جراف ما بين في و اي جي. وفي جراف وستريط لاين بيعمل انترسكشن بالشكل ده. يبقى بيقطع عنده نقطة اسمها اي جي. والسلوب بتاع الجراف دوت بيكون بيساوي ارجي. ار ام اسف. السلوب بيساوي ار مالتبلر. فكل الكلام ده جماعة ما تجابش عنه سيرة. ما تجابش سيرة بشكل صريح ان لما ار اكس بتساوي زيرو ان ار ديفايز بتساوي في يبيا على اي جي? ما يجابش تصير بقى ار اكس بقى بتساوي ار اكس بقى ار ديفايز. ما جابش تصير لها الكارت لما بيقل عندك للتلت ان ار اكس بتساوي اتنين من ار اكس. ان الكارت لما بقله الربع ار اكس بتساوي تلاتة ار agradeفايز. ما جابش تصيرت الذي هو القانون شغل بنقص واحد الذي احنا بنقوله لوهو لما تبقى بصراحة يعني لما تكون بسم الله من الرحيم RX N من R device فده معناه ان ال-I بتساوي واحد على N plus one من IG ازود واحد وانا راجع كنا يقولني شقل بنقص واحد ما جابش سيرة القانون برضو بتاع الاميتر اللي احنا قلنا عليه جامج جدا اللي بيستخدمه في اسئلة المقالي اللي هو ايه بقى ها I على IG بتساوي R device على R device plus mean plus RX وقانون ده بنستخدمه برضو اما يقول لي لما الكرن تقلل الربع يمقيمة النون بزيسم بكام طب لأ وراء X 3 من R device يمقيمة الكرن بكام كل الكلام ده في شابتر 2 ما جابش عنه سيرة كده بحنا شفنا المقالي بتاعت شابتر 1 و 2 اسف الاسئلة بتاعت 1 و 2 اللي جاب في وراءة المافيم والاسئلة اللي مجادش تعالى نبص بقى عندك عن ورقة المفاهيم شابتر 3 إيه اللي موجود وإيه اللي مش موجود إيه اللي موجود عندنا بدأ الراجل إيه اللي مش عاوس حد بقى يفضل منزلك في ورق ورق مقالي ويتحك عليك ويقول لك تعالى علمك الحيات موجودة عندك يعني مضيعش فيها وقت مش بنملك ورق ونعبيله وإديله طيب دلوقتي إيه اللي موجود عندك يقول لك هي فنومنة وكلام ده كلام بيجيش عموما ولا تيجي في امتحان ولا كمان هتيجي عندك جول امتحان ولا حامل دولك طيب يجي السؤال واتهابن ممكن يقول لك ويقول لك ليه حصل كده مسألتين هجي لك انت شفت انت ورق المقالي شفت المقالي نزلوته الوزارة هجي لك شبه وكده طيب ممكن يجي السؤال بس وهو حتوتهم برضه يا شفت كلهم موجودين كلهم موجودين كلهم ادالك هنا بيعمل يبقى انا بيوضح لك ان بتحط جوة الكوين بتزود وبيتزود وده على فكرة السؤال ممكن يقول لك هو ما حتوت الاندكشن بيحصل له ايه زد ولا ايه اللي بيجي وقت هابن فتا عندك معلومة توضح الكلام ده فرديه لو بيقول لك ان الاندوز الالكترمويتف فورس دايركتل بوربورشنال مع النامبر والريت الفترن اللي هو القانون نفط نيجيتف ان دلتا فاعة دلتا تي والراجل امرح جاب لك على طول النيجيتف دي بيقول لك اللينز بقى الاندوز الالكترمويتف فورس دايركتل بتايركتل بتايركتل فليمينج رايت هند رول ابتدى قال لك بقى عندك فروم يور هند البيتر ابتدى يشرح لك بقى تعمل ايه شكل اتجاهك وراجل فكل ده ما قالش ان يعني راجل قول هو قال لك في الاخر ان الميدل فينجر هيدي الاندوز الالكترمويتف هي ديت اللي احنا كنقول ايه حركة تولد كهرباء حركة تولد كهرباء لما بحرك زي الدينامو لما بيتحرك بيولد كهرباء لما بيتحرك بيولد جواه كهرباء ويتحاول كأنه بطارية حركة تولد كهرباء اي حركة تولد كهرباء تحددك اتجاه الاندوز الالكترمويتف او اتجاه الفيلد اللي عمل الاندوز الالكترمويتف قاعدة هي عندك هو قال لك ان ده هو مش عيب بيقول لك ان ده اتجاه الموشن وده تجاهل فيد وده تجاهل ايه الانديوس الكارات ما اضح لك التلاتة الهم لك الميتشو الاندكشن بيتكلم يا الكترمatic اندكشن بتحصل مبني اتنين كويل واحد فيهم كاننج بيحصل فيه تراني والتاني هو الكويل اللي بيستقبل وبيحصل جواه الاندكشن اسمه الميتشو الاندكشن بيحصل giوا نفس الكويل لما الكاران بيزيد او بيقل جوا نفس الكويل وده بيعمل ايه يعني لما كارنت يزيد بيعمل باك يحاول يقلله ولما كارن بيقل بيكون فورورد بيحاول يزوده أبو قال بيقاسي وقال بحناي اللي كنت بنتكلم عليه الكونفشنت بتاعت السلف اندكشن الال بيكلم السلف اندكشن بيتكون لما يكون ده بيدي ده عبارة عن سلف اندكشن بيكون لما بيكون في ريت في البرايمري كوين بيكلم على اليونت وبيديك الاندكشن كمان والله ما جسر واللي هي برضو إداني الفاكتور بتأثر على سلف اندكشن والمسافات ما بين الواير والمياتك برميباليتي اللي جاية من قانون منال إداني يعنيه كلمة وهو الكارنت اللي بيكون جوا بيكون جوا بيتعرض لفريبل ما يتكفيدي بتدى يشرح عندك الجزء دوت بس يا ترى هل جاب الفاكتور بتأثر على ايدي كارنت للأسف ما جابش الفاكتور بتأثر على الايدي كارنت طبعا الايدي كارنت اللي بتأثر على اتنين فاكتور هللاها الفريكونسي ونوع الماتيريال بتاعت الواير نوع الماتيريال اللي يمين طبعا قلنا الايدي كارنت دايريكتلي مع الفريكونسي والايدي كارنت دايريكتلي مع الكوندكتفتي وانفيرسلي مع ريزيستفتي دا جابها في امتحانات ساطوية عام وجابها في امتحان التجريب بتاع الوزارة عشية عشين تاقطة وعشري قال من الكويل اللي فيه اعلى ايدي كارنت كان اللي عنده اعلى والاكتور وفي امتحان عشيين اتنين وعشين دور اول دور تاني ومين الكوندكتور عنده ايدي كارنت اللي عنده اعلى مرة ومرة تانية اللي عند اصغر ايه resistivity. طبعا ده بيتسبب في حرارة. طبعا بيقول لك هون بارت من الالكتريك انجي بيتحول بسبب لازم نخلي الكورة على شكل يعني ان ده الحل. ازاي نقل لازم نخلي الكورة على شكل عالية ما بينهم عندك سيليكون اللي هو انزودك ماتيريال. وبعدين بيقول لك تمام? الترانسفورمر هيبقى ايديال اسمه. والانرجي بقانون ده. الدخل عندك جوة ترانسفورمر. وقالك تخيل عندك ترانسفورمر نوع ايديال. فالانرجي بتاعت البرايمري ادي انرجي الساكندري. فبتبقى يفقها في اي تي اكوال في اي تي. شال الطايم من الجنبين. وقالك يبقى في اي بي. اي برايمري اي برايمري اكوال في ساكندري اي ساكندري. وده القانون بيثبت ان الفي مع الاي انفرسلي لما يكون الباور سابت. بعدين قالك بستخدم امتى بستخدمها عند الجنريشن اريا. عشان بقى قالك ايه بقى? بترفع الفولتج. وتخلي الكرنت قليل. عشان لو جالك اللي جبنة موجودة عندك. طيب وخلي بالك بيقولك ان ان الكرنت اللي بيعدي في الوايرز والار هو هو. الكرنت اللي بيعدي في الواير وكارنت اللي بيعدي في الكويل هو هو نفس القيمة. تمام? شاكولنا بقول الكرنت اللي خارج من الستيشن هو هو الكرنت اللي مش في الكابلات هو هو الكرنت اللي راح عند الفاكتوري النحية التانية. طيب الايديا بتاعت المطور بس هون ما جابش يصير يا بقى ان احنا عند منطقة الاستهلاك الكونسيومينج بنسادم ستيب داون ترانسفورمر بعدين لما جيه عند المطور ادى السينتيفك ايديا قالك دي نفس السينتيفك ايديا بتاعت الجالفانوميتر يعني بيعتمد على الماجنيتك مين الماجنيتك تورك الكل بتاع المطور كونتينيو روتيت ان دا سام دايركشن عشان التو هافز اوف زا سيلندر اكس اتشينج التوتش بتاع معهم مع الجرافاي براشز فاك انا عندك سؤال بيقولك ليه الكويل بتاع الكترك موتور كونتينيو روتيت ان دا سام دايركشن ودو هافز اوف زا سلندر مست اكس اتشينج التوتش ريتف تو دو براشز تو ميك زا الكتري كارنت ريفيرس دايركشن سو دا كارنطا دايركشن اكسترنال سيركت بيكم يوني دايركشن بص كده عندك الحتة دي في المطور هو يعني مش مزباطة حتى في الكلام كويس قوي ان المطور كونتينيو روتيت ان دا سام دايركشن وده بسبب ان هو عنده كوميتيتور فالكوميتيتور بيخلي اتجاه الكارنت جوال كويل تشينجت كلها في ايه هافز سايكل الديسي موتور بيحول الالكتريك انجت وميكانيكال انج او كينيتك انج قالك اللي اتنين صح تقول دي او دي صح قالك عشان تحافظ على التورك يفضل ماكسما اللي هو تزود الباور بتاع المطور يعني تستهدم سيفرال كويل بايك والانجل بتوني ايتش ااذر وعدد من السبليتس ضبل عدد من الكويل فده شرح هو شرحولك عندك بنسبة للايه للمطور بتاعنا فده يخلي التورك دايما ايه ماكسما ده كده الشرح اللي قاله وانا هابيه عندك الكلام ده ايه قوانين بقى اللي قالها ايه ده قانون فردي ايه ده قانون مهيتك فلاكس اي بي كوصاين ثيتا شفت عشان ميقولك او دايما الناس محافظة للعيال اي بي صاين بس في كوصاين او ده اكتب الوزارة ده مش من عندي اي بي كوصاين بس سألك الثيتا هي الانجل ما بين النور ملف كويل والفيد اي بي صاين مش حرار بس الثيتر بتاعت الصين هي الانجل ما بين الكويل والفيد مباشرة قد قانون ميت بتاع الميتشو الاندوكتنس وقد على جنب كده طبعا مين هي الام الميتشو الاندوكشن كوفيشن ودلتا اي دلتا تيد الريتو في تشينجو في دا كيرانت ما قالش بقى التلات حالات بنعمل بين الميتشو الاندوكشن قرب ويبعد زود قلل افتح اقفل ما جابش سيناء عن الكلام ده خالص قد قانون لايتر بتاع السيلفي اندوكشن وجاب صورة الالكتروماجنت على جنب اللي هي الالكتروماجنت هي احد تطبيقات بيفكرك بس خلي بالك ان تجربة الالكتروماجنت اللي بتوضح ان الفورورد اندوز كارانت اعلى من الباك اندوز كارانت عشان كده اللمبة بتنور لما مفتاح يتفتح قد قانون بيلف مداش الاسبات بتاعه بيلف سينتيتا بس مداش البروف بتاعه خالص قد قانون الاندوز مايب في الانستنتينيس هو مفيش اسبات هيجيلك في الامتحان متقلقش محاش يقولك بروف ذات عشان كتابه معاصر كان منزل اسباتات قوانين كلام ده كله مش هيجيلك في الامتحان اخر السنة خالص قانون الاندوز مايب في الانستنتينيس نابو سينتيتا وبيبقى الاندوز مايب ايكوال زيرو لما يكون الكون نورمي على الفيل فهم وضح الكلام ده اهو وبقى ماكسمم بقانون نابو وقال الامجا بتساوي تو باي اف مجابش سيرة ان الامجا لأ جابها على جنب هيجاب سيرة ان الامجا ايكوال اه في على ار وان الار دي هيعباره عن مين الريديس بتاع الكويل اللي هيعباره عندك عن مين الويتس على اتنين نص الويتس نص الويتس ده يديك مين الار مجابش تسيرها على الجملة دي على فكرة طيب جاب ده قانون الافكتف اللي هو بيساوي ايه ماكسمم في 0.707 0.707 ديت لها وبرده كذلك الاي الموجودة قدامك قانوني الايفشنسي اللي هي ايفشنسي طبعا هو الصيغة اللي كتبها يعني مش دام من الصيغة ممكن انت متعاود عليها كنا مسلا كنتم يديك الصيغة ان الايفشنسي بتساوي فولت البرايمري فولت الساكندري فاي ساكندري على فولت البرايمري فاي برايمري مكاول ايفشنسي بتساوي فولت الساكندري في ان برايمري على فولت البرايمري في ان ساكندري ومعاك ريشوز ان الان والاي هم علاقة ايه انفرسلي قانون الايفشنسي معاك تحت او في اس اي اس على في بي اي بي موضح لكوها الاسامي على الجنب عندك اللي مين لغاية هنا خلاص ولقت مفهيم شابتر ثري خلصت طب ايه اللي جابوا في شابتر ثري يعني طبعا ما جابش حاجة في شابتر ثري اساسا شابت ثري مليان عندك بلاهم تلتلة الراجل ما جابش عنها سيرة خالص تعال اقول ليك مثلا قانون كرومبا مثلا بتاع الكوانتو تفتشارج ده جاب عنه سيرة؟ لا اللي هو عندك ونحاب ينسألو عندك ده قانون كرومبا كوانتو تشارج ما جابش عنه سيرة جاب سيرة ان الافرجن ديوز ميف خلال ربع لفة بتساوي نبع على دلتة تي او اربع بنف ما جابش عنه سيرة جاب سيرة عن الافرجن ديوز ميف خلال هاف سايكل برضو اكوالتو ناب على دلتا تي او اربع بنف جاب سيرة عن الافرج بتساوي اه اتنين ناب في خلال تلاتة اربع سايكل ناب بتساوي عندك اه 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 اربع بنف على تلاتة لا ما جابش سيرة عندك على الكلام ده كل الكلام ده ما جابش عنه سيرة تلاتة اربع سايكل ما جابش سيرة عن زي نيجيب قانون سيلف اندكشون من قانون لايتا يعني هو مش مش صعبة يعني بس ما جابش سيرة عن قانون نفي انوان فاي وان على الاي وان ما جابش سيرة عن قانون نفي among the initiatives وانا قلتلك ان القانونين دول متوقعين في امتحان السناء دي قانون نفي للبرامري او قانون نفي للساكن لحساب كمهrastς السيلفا اندكشون والميتش والاندكشن نحبش سيرة خلص على القانون ده طيب ما جابش سيرة عن قانون طبعا السيلفي اندوكتنس دي سيلفي دي دي ال ال اقوال من نال والميتش الاندوكتنس اقوال برضو من نال بس ال ان وال ان اللي ما جدين عندك في القانون دولت اللي هو ان وان وان تو مش اقول ان ايه ان سكوار ما جابش سيرة عن ايه كمان تعال كده معاي لما الواير بيتحرك وفي بطارية لو اتجاه الكارنت بتاع الانديوز بتاع الستريت واير ما جابش سيرة ان هو لو الكارنت ده اللي بيتكون في نفس اتجاه كارنت البطارية ان لو عندي لمبة اضاءة فتزيد لو اتجاه الكارنت الانديوز عكس اتجاه كارنت البطارية لو عندي لمبة اضاءة قل ما جابش سيرة عن الكلام ده خالص او انا هو ما جابش سيرة عن بيتحدد اتجاه الانديوز في استريت واير بيتحرك وقالك بس التطبيق شكله عندك عامل ازاي لكن ماداش ان هو بيتحدد اتجاه الاندوز الكارن في ستريت وير بتحرك جوه ماجنيتك مين? جوه ماجنيتك فيلد. طيب بقى اهي برضو اهي اتنين سلونويد هم مع بعض. بص كم معايا في الصورة برضو ديت. اتنين سلونويد اه جمي بعض بتاعت ما قالش ان لو بيحسن والكارنت اللي يتكون في لو كان عكس اتجاه البرائمري عكس اتجاه طبعا لو انا قفلت المفتاح الكارنت بيزيد فبيتكون باك. الباك بيكون اتجاهها وعكس اتجاه البرائمري. طبعا لو ان اتجاه هنا الكارنت اللي تكونه زي ما نشايف كده. كارنت البطارية. والكارنت الانديوز ده عكس بعض البرايتنس تقل. ما شو سينا عن الكلام ده? ما جابش تصينا عن الانديوز المافي بتكون بطلع طرق اللي احنا قلناه قبل كده. ما جابش تصينا عن قوانين عدد مرات الوصول للماكسمام وعدد مرات الوصول الزيرو وعدد مرات غير الاتجاه وعدد مرات الوصول الجدول ده كله ما جابش عنه سيرة خالص. وده بيجيبه في الامتحانات. ازا الله تأكده اكتاب الوزارة ما جابش حاجات كتيرة جدا موجودة عندنا. تمام? اه بص كده معاهن. ما جابش سيرة ان الكويل بتاعنا لو اديتك لو اديتك لو اديتك لف واحد على 12 من السايكل ان يجيب الوادة الثيتا ثيتا لحب اشتكنات لو اضرب الروتيشن في 360. طبعا انا شرح حالك بقى في ملزمت الشرح الجزء بتاع الشرح مع الحل شرح لك بقى شرح لك الحيتة ديت ومضحها لك كلها مرة تاني. ما جابش سيرة ان الباور اللي بيتجاب لازم اقول في افكتف على ار او اي افكتف في ار او الباور برضو بيساوية في ماكسمام اي ماكسمام في نص ما جابش سيرة عن الطايم بيتجاب ازاي بقى طايم النص ماكسمام وطايم الماكسمام من جداول المسلسات ديت ما جابش سيرة عن الكلام ده خالص اهي المسلسات دي ما جابش عنها سيرة خالص ان ان زمن البريدك طايم اربع اضعاف الماكسمام او بيساو اتناشر مرة من النص ماكسمام او بيساو اربعة زمن ما جابش ان زمن الماكسمام بيساو تلاتة من زمن نص الماكس ما حقا كتير جدا ما جابهاش خلاص كل الثيتا بتاعتك وانواعها كلها الثيتا الحقيقية الثيتا الكدابة كل دو ما جابش عنهم سيرة شرحهم كله في فيديو الشرح انا بقوليك ايه اللي ما جابش عنه سيرة وكل الجرافات دي برضو في فيديو الشرح انا شرحتها عندك لها بالكامل ما جابش سيرة ان اي لو رسم جراف ما بين انديزم ايف وثيتا ان الثيتا عند انجل تلاتين اسمها نص ماكسا عند انجل فورتيf اي اسمها افكتيف عند انجل ناينت اسمها ماكسمام انا جابش يصيره عن الكلام ده ما جابش سيرة ان الافرج اللي اي كول بيلف بيسوي ناب كوساين تيتا طوما SARAH دل تاتي ما جابش تصيره عندك على الكلام ده خالص تمام ما جابش سيرة عن علاخت الماكسمام انديوز ما ايه بالافرج انديوز ما ايو L le trash belton기에 يساوي ايه ماكسا على توبي في كوساين تيتا طوما waiting كل ده ما جابش عنه ايه سيرة عندك قوانين كتيرة وافكار كتيرة مجابش عنها سيرة مجابش عندك معلومة ان اي انجل بعد البرل اللي تضاف عليها تسعين كلام ده كله مجابش عنه سيرة مجداش سيرة علي ان لو ادك تايم وطلب منك الثيتا انك تفكها تو باي اف تي ولو ادك التايم بعد البرل يبقى تو باي اف تي بلاس ناينتي انت هتلاقيين منزلك ورقة المفاهيم ونزلك القوانين اللي مجادش في ورقة المفاهيم هو عموما بس انا بقوليك ايه اللي جيف ورقة المفاهيم ليه عشان تبقى عارف ان الحاجات ديت لو جاتها طعف تستذع عليها والجبح بس بصراحة يا جماعة ده معظم القوانين ما جاتش ده معظم افكار عمالي جيفة في المتحان ما جاتش تحت حياة السية اوي سطحية جدا جدا يعني طيب تعالوا نبص بقى مع بعض على اللي جابه جواة نفتح ورقة المفاهيم ونبص انا وانت قد مع بعض بدأ الاول بيدي لك الاسي كارنت بيوضح لك ايه هو الالتنية في كارنت هو الكارنت اللي بيغير انتنسي من الزيروغات الماكسمام بقى بيرجع تاني من ماكسمام لغات زيرو كلها في سايكل and then the current reverse direction بتاعه والكارنت يرجع تاني من زيروغات ماكسمام ودروب تاني لغات زيرو كلها في سايكل ده يا جماعة شرح الالتنية في كارنت ايه هو بعدين بتده يقولك الهوت وار اميتر ده بتوصل سيرس can't be used to measure الالتنية في كارنت ده كارنت to be measured زا وير اي بي بيشرح لك بقى ان الوير اي بي ده اول ما بيعدي في كارابا بيسخن بقى بيعمل ريلاكس وبقى كده عندك ان السبرينج بتشد والبولي بتلف لغات هو بيشرح الميكانيزم لغات لما الريتوفيد جين قد الريتوفيد لوز فالبوينتر في الاخر بيقف والبوينتر بتاعك بيئيس الافكتف فاليو بتاع الالتنية في كارنت اعنى هو شرح الميكانيزم بيشتغل ازاي تمام وبعدين في الاخر قالك ان البوينتر بيقف لما بيكون الكونتو فيت جين قد الكونتو فيت مين لوز وان الهوت وير اميتر بيئيس الافكتف فاليو بتاع الالتنية في كارنت الهوت وير اميتر بيحصل له كاليبريشن عن طريق انه بتوصل سيرس باميتر مع ديسي كارنت ده كلام اللي قاله وبنعمل كمبارزن ما بين الريتين فبنعمل الكاليبريشن بعدين قال ان بتاع الهوت وير اميتر بتاعك انه هو نوت يونيفورم لان الكونتو فيه بتاعتك ديريكتل مع اي اي ايفكتف سكوار لما دخلنا على دوار الار اي سي سيركت مثل الكديره الاولانية رسملك السين كيرف ورسملك الفيكتور دايجرام وقالك ان ان الفي والاي سيم اي سيم فيز معاش ان الفيز انجل ايكوال زيرو ما جابش تسيرها عن الكلام ده اه في حالة الال اي سي سيركت اللي هو الكويل اللي مالوش رزيستنس او اي سي سيركت اين عن اوميك رزيستنس اتوبزير في ذات ان الفولتج اه بيقولك انضاكتف كويل اف نجليج اول اوميك رزيستنس الكلمة بس جاب بعيدة انضاكتف كويل اف نجليج اول اوميك رزيستنس قالك باللاحظ ان الفولتو ليد الكارن بانجل ناينتي وبوز كارن اند فولتج اقروز اندوكتور بريزنت بالفيكتور دايجرام ده ورسم الساين كيرف دي بص لما جاب لما جاب الفولت جاي من هنا محل كارا تأخره خلايجي من عند الجزء وطبعا زي ما انت شايف الفيز انجل بكام بناينتي دي جري وقد ده قانون الاندكتف رياكتنت واليوني بتاعتها قومة هي على جنب وبتدي يقولك اف هي يمين وإيه اللي هي يمين وجاب سيرة لو كان عندك كزا كل متوصلين برلل زي نجيب التوتال اندكتف رياكتنت وزي نجيب التوتال اندكتنس ولهم اتنين بس برورك عالصم ولهم هم توصلين سيرس وزي نجيب التوتال اندكتف رياكتنت ولو كانوا سيميلر الواحدة في عددهم وزي نجيب التوتال اندكتنس ده كلها جابها جاب سيرة مع الكاباستر حلو قوي يعني وعمل معنا واجب حلو جدا في الكاباستر مع الديسي كارانت قالك عبارة عن اتنين متاليك بليت ما بينهم انزيتك ماتيريال وين كاباستر اتشارجت وان بليب بيبقى بوسطف وان اتنين بيكون نيجيتف باللاحظ اني كوانتو وده كاباستنس والسي هي الكاباستنس والفي بوتينشال ديفرنس ما بين التوبليت انا محميدي قانون الكاباستن بتساوي كيو على في ده قانون الده وقالك اليونت بتتقاس بالفراد قالك لما الكاباستر بيكون فولي تشارجت الكارانتع السيركت ايكوات زيرو والبوتينشال ديفرنس بتاع التوبليت بيكون ايكوة للفولتن ووضح ان العلاقة في الكاباستر ان بيكون الفي لاجز الاي او الاي ليد ورسم السامة الانتكلوكواز بقوله عليه ده والفيكتور دياجرام جاب الكارانت من فوق اهو وجاب الفولت من تحت عشان يقولك اهو ايدي لما الكارانت تبقى فوق اي كده جاب الفولت من هنا عشان يقولك ان ده ليد وده ايه وده لاجز ده في الكاباستر واضح ان وضح لك في الكلام ان الفولتج لاد لاجز الاي بفيز انجل ايكوة ناينتي ديجري وهنا فيز انجل يا جماعة سابتة وراجل والله ما اجسر جاب الكاباستر يا بارلل ان الفولت بيكون ثابت والكوانتو تشارج بتتوزع والكاباستنس بتاعت الكاباسترز في التوصيل البارلل اللي بنجمعهم كانهم سيرس ولو سيملة بقول ان في سي اما الكاباستف رأكتب بنطبع لهم قانون البارلل العادي ولو هم سيملة بنقول الوحدة على عددهم في التوصيل السيرس قال ان كوانتو تشارج كيوان وقد كيو تو وقد كيو تلاتة والبوتينش اللي هو اللي بيتوزع وما قالش انطلع عن البوتينش بيتوزع بعلاقة انفرسي مع السين تعافي السين بتساوي كيو على في فلما يكون كيو ثابت السين مع في علاقة انفرسي بل عنده سي اكتر يبقى فلتو اقل ولو عنده سي اقل يبقى الفلت بتاعه ايه اعلى وقال ان كويفلانت كاباستانس لما يتوصله سيرس بقانونها زي البارلل لكن الكاباست في رأكتنت الرأكتنت هي اللي قانونها زي قانون رزيستانس سيرس اجمع بارلل اقول وان اوفر بعدين قال ان الامبيدنس هي عبارة عن مجموع هي عبارة عن الريأكتنت وريزيستانس توجدر الريكتريك سيرك كونتين اي سي باور سبلاي توجدر وز اندكتف كويل وكاباستر ورزيستانس مع رزيستانس يبقى ديه يبقى اسمها امبيدنس فالامبيدنس هي عبارة عن فيكتور كومبينيشن ما بين الريزيستانس والريأكتنت وبنديها رمز اسمه ايه زد وبتدى بقى جاب دائرة رألل سيركت وجاب الفيوتوتال بتاعتها بتجاب ازاي جاب التنثيج بتجاب ازاي والامبيدنس بتجاب ازاي ورسم الفيكتور دايجرام بتاعت دائرة رألل سيركت سواء اكس ال مع ار او الفي ال مع الار وبردو جاب دائرة ارسي ووضح طبعا ان الفيزانجل عندك هنا في الشكل الاولاني ان الفيوتوتال ليد الاي بانجل ثيتا اكبر من زيرو اصغر من تسعين وانا موضح ان الفيوتوتال لاجز الاي بانجل ثيتا اكبر من زيرو اصغر من ناينتي وادى قانونين الفي والتان والامبيدنس وبعدين مسك دائرة الار اللسي سيركت وادى قانون الفيوتال وقانون التان وقانون امبيدنس بس ماداش القانونين بقى في حالة لو في الل اكبر او في سي هي الاكبر يعني هو حضر القانون ان جنرال عندك على الكل حطة ههو التفاصيل ايه قالك لو XC قدي XL لدائرة RLC لو XC قدي XL فالفيزانجل هتساوي زيرو ويبقى عندها اومج بروبرتي يبقى الحلوة حلوة منه دي على الفكرة لما يكون XC اكبر من XL قال لي الفيزانجل بتبقى نيجيتيف والدائرة عندها كبست بروبرتي ويتبقى برضو ديات حلوة ولما يكون XL هي الاكبر قال لي بعدها والفيزانجل تبقى بالبوستيف وهيكون الفوتو تالي بانجل ثيتا والثيتا دي برضو اكبر من زيرو اصغى من ناينتي ورسم التلات كيرفات بتاعت ال اكس ال والار و اكس سي والامبيدنس اللي موجودة بس ما اوضحش ان النقطة دي بيكون اكس سي اكبر من اكس ال ما اوضحش عند النقطة في النص دي ان اكس ال اد اكس سي ما اوضحش عند النقطة اللي هنا عند فريكوانس العالية ان بيكون اكس ال اكبر من اكس سي ما اوضحش النقطة ديات خالص على الجراف. ده طبعا دي جاب سيرة وقال الاستخدام هنا ده اسمه اليوز. وقال ان الالكتريك انجي لست. في الريزيستنس. بسبب الريزيستنس اثناء الريزيستنس اثناء الريزيستنس اثناء بتاع الكباستر. ولوز وطبعا if this loss is compensate. لو اللوز ده تتعوضناه. تندفع ما بين الكباستر والكويل والكونتينيو. عندك ايه? بشكل ما لا نهاية. مش يحصل عملية اللي احنا كلنا بنسمي لعملية ديت عملية مين? الدامبينج بروسس. فايندينج السيركت فريكوانسي بتاعته الاسوليوتري. ادى قانون الفريكوانسي في حالة الاسوليشن. اللي هو الفريكوانسي بتساوي واحدة على تو باي ال سي. وقال لك ان جات من قانون اكس ال بتساوي اكس سي. فوضح الاسبات. واخلي بالك ان ال ال الموجودة في القانون ده بتتفك بقانون منان. جاب سيرة تيون دي سيركت اللي هو الريديو. ريزيونان سيركت. وقال لك برضو ان الالكتريك كارند كونسيستنج اوف كاباستر بفريبول كاباستنس. يعني وضح كده هنا ان الدائرة اللي فوق كاباستر بتاعتك فكسة كاباستنس في الاسوليوتري سيركت لجادرة الارسال. لكن في دائرة التيون دي سيركت دائرة الاستقبال ببعدنا كاباستر بفريبول مين كاباستنس. ويقول لك أكتر دايرة على هي دايرة التونينج سركت أو تونينج راديو وده اسمه الريسيفر اللي هو بيعمل إيه يوز بقى استخدام إدى استخدامه الابريشن بيعتمد على يعني دا كلام يعني بيشرحه مفوش أي حاجة القوانين اللي إدها وده قانون في حالة السيرس وحالة البرلل وملخص القوانين وهو وده قانون في حالة التوصيل السيرس والده قانون في حالة التوصيل البرلل والإمبيدنس بتاعة دائرة RLC سيركت والتوتال فولتش بتاعة دائرة RLC سيركت والفيز أنجل بتاعة دائرة RLC سيركت قانون VL والVR والV توتال دا داهم قانون ريزونانس فريكوانسي قانون الباور لست وده دا ما بيساوي I score for R موضحش طبعاً الI دي لازم تبقى I ايه I effective وموقع يقولن الباور بيساوي V effective على R بس إذا انت بقى الفولت اللي باخده دا هو فولت الR دا الكلام اللي جابه على chapter 4 إيه اللي مجاش على chapter 4 حق كتير مجاش على chapter 4 إيه بقى يا عم مجاش على chapter 4 علاقة الكارنت مع الفريكوانسي في دايرة الL في دايرة الRC سيركت إن كان إنها دايركت لي ولو فولت ثابت ما تعتمتش وإن الR ما بيعتمتش على فريكوانسي ما جابش سيرة إن XL دايركت مع الفريكوانسي والكارنت في حالة الاندكتف كويل لما الفولت ما يكونش ثابت إن الI بيكون ما بيعتمتش على فريكوانسي بس لو فولت ثابت يبقى الكارنت انفرسي مع فريكوانسي ما جابش سيرة إن الكارنت دايركت مع الف بارتوه في حالة الكابستر وإنه مع الف لو أنا سمت علاقة ما بين الكارنت والف هتبقى دايرك ناني لفورو طبعا الجراف دي فبالزمت الشرح حانش رحيها لك كلها بالتفصيل ما جابش سيرة إنه ممكن أجيب الفيز أنجل عن طريق كوساين اللي بتساوي الR على الإمبيدنس يعني أي دايرة فيها RZXL أو RZXC لو أداني الR والإمبيدنس موك أجيبها بالكوساين على طوله أنت مغمط R على Z أطلع على الفيز أنجل من قانون الكوساين ما جابش سيرة عن الكلام دا ما جابش سيرة عن قانون ريشيو أو زي أجيب الL من تحت الروت أو السين من تحت الروت أو قانون ريشيو بتاع ريشنس فريكوانسي طيب كل دي قوانين ما جابش عنها سيرة طيب استنى دا القوانين اللي ما جابش عنها سيرة جوة شابتر إيه شابتر فور عندنا طيب إلى هنا يبقى احنا كده خلصنا عندك ورق مفاهيم شابتر واحد واثنين وتلاتة واربعة إيه اللي جيه في ورقة المفاهيم وإيه اللي مجاش في ورقة المفاهيم هبقولك إن الفيديو دا حلو قوي إنه يعرفك إيه اللي عندك وإيه اللي مش عندك إيه اللي عندك وإيه اللي مش عندك تعالوا نبصنا وإنت يا الله بينا كده على شابتر فايف اشتركوا في القناة تعالوا كده بقى نشوف مع بعض إيه اللي جيه في ورقة مفاهيم شابتر فايف وإيه اللي مجاش إيه اللي جيه الأول الراجل يا بقى في شابتر فايف مدلعك على فيلم مدلعكم بص يا عم مسك الأول الكلاسيكال فيزيكس قال لك هيا كانت هيا يقول لك الحيوات الصغيرة قوي إلكترون والآتم والكلام ده كله كلاسيكا ما عفيتش هتفصرها مان مين فصرها؟ ده كان التفسير بتاع بلانك عبارة مجموعة من الفوتون كبيرة جدا جدا كل واحدة لها الطاقة بتسوي وده لك الترتيبات بقى يعني جاما ري اكس ري الترتيب ادي اكس ري جاما الأول بعدين ادي اكس منطقة الفيزيبل منطقة عندك دي كلها عندك الانفراريد ومنطقة المايكرو ويف أو التيفي عندك ريديو ويف طيب وطم انت ماشي كده طبعا الويفلينسة عندك بحصله بيكبر والفريكوانسي بتقل والانرجي بتقل والعكس هنا ده اعصر ويفلينس واعلى فريكوانسي واعلى انرجي بعدين انت هنا يتكلم عن يقول لك الجراف اللي هو بيوضح العلاقة ما بين الانتنسي والويفلينس ليه اسم انت كان بيجبه في المتحان زمان قوي يقول لك اسم الكيرف ده اسمه مش بالكيرف بلانك ده سوء الكيرف لان بلانك كون عارف يفسروا ورديشان دي اسمه بلاك بادي رديشان بيقول لك وبعدين بيقول لك ان الويفلينس عند انفانيتي او زيرو بيخلي انتنسي تند تو زيرو يقول لك ده علاقة ما بين الويفلينس والانتنسي يقول لك لما الويفلينس تند تو انفانيتي او تند تو زيرو الانتنسي بتاعتريشان بتقله وتصبح بتسوي ايه صفر فكده دي انا قانون فينز لقول لانه اللي هان ماكسمان بيكويفلينس انفرسي مع التمبرتشر اللي كنا بيقول منها ان لامدا وان على لامدا تو ايكول تي تو على مين تي وان كلاسكل قالت الانتنسي بتاعتريشان هتزيد مع الفريقونسي لما تزيد كلاسكل قالت كده عفكة الفريقونسي بتاعت الويف لما بتزيد الانتنسي بتزيد والكلام ده كان ديس اجري مع البركتوكول ابزرفيشان ان الكلاسكل بتاعتقد الجراف شكله عامل كده لكنه الجراف طلع ونازل المودرن فيزيكس قالت ان الكيرف ريبيتد فور اول هوبادز ويتش امت كونتينيوس راديشان نوت قولي صن بطول سو للأرث وبرضو للبادز زي الانيمال والبلانتس والكلام ده كله اي جلونج بادي هو اسمه بلاك بادي بلاك بادي البلاك بادي بيرفكت ابزوربر وبرفكت ايه اميتر ده معلومة عن بلاك بادي ده معلومة بكتوبة في وركة المفهيم الراديشان ميت اب اوف كونسنتراتب باكتوف انرجي كولد كوانتوم او فوتون ده بقى تفسير بلانك ذرفون الراديشان اميت فرمون بادي وكل ما الفريقونسي بتزيد الانرجي بتزيد لكن العدد بتاع الفوتون بيقل وبالتالي الانتنسي بتقل عشان كده هما كده كانت تفسير بتاهم اجري مع البركتوكال اوبزورفاشن وكان العالم اللي فصر ده كان لحاج بلانك الانرجي اوف ليفلز او توتا الانرجي بتساوي وين اتش نيو وين الان ده بتلو عدد الفوتونز ويتش نيو ده الانرجي بتاعت والايدة توتا الانرجي بتاعت مين بتاعت الفوتونز طيب وهو قال لك ان بلانك سكونو سندرقة عشان ما تبقاش حافظوا حبيب قلب انا كده كده كتبول لك هو في كتاب المدرسة او جنبيليون بتاعت او جول دوت ساكند تمام اه الاتوم دازن ترديت اند اه ازت ان انرجي ليفل بطئت فيبريت بطئت فيبريتنج ااتوم شيفت فروم هاي ليفل تولور ليفل اميت فوتونز يعني بيقولك ان اي ااتوم في حالة جراندوستيت ما بتطلعش طاقة لكن اذا بتعمل تنتقل من الهاي ليفل للو ليفل بتروح مطلع عليك طاقة اسمها طاقة الفوتونز اسمها اتش نيو بعدين دخل عالفوتوالكتريك افكت بيقولك الفوتوالكتريك افكت والثيرما ايونيك اميجان هما دولة الطرق اللي بنطلع بهم الالكترون من سطح المتال المتال كونتين بوستب ايون اندفري الكترون ويتش موف اراون انسايد متال بط كانت ليفت ليه بكانت ليفت ليه الالكترون بتعبش تتصيب سطح المتال تمام دي لو جالي جيف ريزون ليه الاجابة هي ديوتو الاتراكشن فورس اف دا سيرفاس مع السيرفاس ودي اسمها السيرفاس مين باريار على شكل حرارة او لايت ودي الايديا اللي اشتغلنا عليها في جهاز التلفزيون اللي بيعتمد على خروج الالكترون من سطح المتال عن طريق الحرارة في الكمبيوتر منترز استخدمناها واستخدمنا خروج الالكترون من سطح المتال عن طريق الضوء في الخلايا اسمها الفوتوسيل اللي بيتحاول ورسم جهاز الرسمها يعني مش واضحة قوي هو كان رسمها كده لها كان عندك الكاثود هتلاقيني في فرقة الشرح رسمها لك بالتفصيل شكل الكاثود والفليمنت والانود والجريد والإكس بليت والواي بليت اللي هم نتكلم عليهم اللي هم بيعملوا سويب بعدين قال ايه بقى الافدنس فور فوتونز ان فوتو الكتريك فنومنا وير ان الفوتو كارند ديبند على الانتنس بتاعة اللايت وده كان جراف مهم قوي جرافين دولت بيقولك ايه ما هنا لو كانت الفريكونسي أصغر من الكريتكل مهما زودنا الانتنس بتاعة اللايت عمر ما فيه إلكترون هيخوك لكن لو الفريكونسي أكبر من الكريتكل ها ايه اللي يحصل ساعتها كل ما تزود انتنس تي يزيد انتنس تي كل ما تزود عدد الفوتون يزيد عدد مين الالكترون اللي اتنين بيزيدوا بنفس المستوى بنفس الاماوت وطبعا بس هم حاجة بفريكونسي أكبر من مين من الكريتكل فريكونسي وعملية الاميشن بتعتمد على الفريكونسي مش بتعتمد على الانتنس تي بعدين قالك ان فيه معلومة اسمها الورك فانكشن والورك فانكشن ده دبند على نوع المثل وقانونه اتش في الكريتكل فريكونسي والكريتكل فريكونسي هي المينيمم انرجي او المينيمم فريكونسي من سطح المثل ودي بتعتمد على نوع المثل بتختلف من مثل لمثل يعني الورك فانكشن والكريتكل فريكونسي ما بيعتمدوش على اللايت انتنس يزيد اللايت انتنس يقل دول ما بيتغيروش تمام وما بيعتمدوش على زمن التعرض لللايت وما يعتمدوش على ما بين الانود والكاثد يبقى الورك فانكشن وكريتكل فوكسي ما بتعتمدش على كل الكلام ده كتابة مدرسة قيل كده ما بيعتمدش على ولا زمن ما بيعتمدش على ما بين الانود والكاثد بتقول ان اللي هي الفوتن عنده طول ما بيتحرك لكن الفوتن لو وقف عن بتاعه بصفر لينير مومنتم عنده كونستانت سبيد وش اسبيد الفوتن عنده مس وعنده لينير مومنتم وعنده سرعة عشان كده وعنده بارتكال بروبرتي ات هاز اصايد دونيت باي ويف لانس اوف دفوتن فول ان داول ابلايد سمول سيرفس ابلايد سمول فورس الفوتن بيقبل في اي سيرفس بيبعنده سمول فورس ما قالش باعة عشان هي انفرسلي مع سرعة الضوء ما قالش بطفول على الالكترون الفورس بتاعت الفوتن دي هتبقى قوية وثرون اوت الالكترون قوي ونقدر نطبع عليها قانون كومتون ايه افكت كومتون افكت بروف البرتكال نيتشر بتاعت الفوتن ويرن الفوتن عندها ماس وسبيد ولينير مومنتم حيث انه هو لما جاب فوتن من الاكس ري او الجاما ري وخبط الالكترون اتريست لان الفوتن فريكوانسي بتقل ويتغير الدايركشن والالكترون فولوسي زادت والدريكشن برضو تغير ولكن الانيرجي بتاعت الفوتن زاد انيرجي الالكترون قبل الكوليجن بتسوي انيرجي الفوتن زاد انيرجي الالكترون افتر كوليجن وده اسمه لوقف كونزرفيشن او ايه انيرجي يقولك امتا اعبر امتا الفوتن اعتبارها ويف لو بتكلم عن ستريم او كزا فوتن مع بعض اتعامل معهم قانون ويف اه في معلومة نمبر سبنتين قال ان انشتاين شود ذات ماس ان انرجي القانون بتاع الفوتو الاكترو فنومنا لانشتاين بتاع الاتوميك بومب سوري القانون بتاع انشتاين للاتوميك بومب قال ان انرجي زي في اتوميك بومب اي اكوال ام سي سكوار ويرن ام دي المس بتاعت الفوتن وصي دي بتاعت اللايت الفورس بتاعت الفوتن بتساوي بتساوي اتنين ام سي دي ممكن تجي مسألة الوحدة يدي المس تعال الفوتن والسي وفي ال دي الامية جماعة ريت اوف وممكن الفورس بتاعت الفوتن وإن البيضة الباور بتاع اللايت ري اللي بيعمل incident على اي متل سيرفس معلومات بعدين قال ان الويف لينس بتاع الفوتون equal blanks constant over linear momentum وده بيوصف describe the wave associated particle motion القانون ده تعديب رولي associated motion بتاعت اي بارتكل الويف موشن بتاع اي بارتكل اي بارتكل بتحرك بكل wave motion قانونها lambda equal h على linear momentum ودهنا القانون بتاع دي رولي اللي بيوضح ان اللامدا مع المومنتم علاقة inversely او مومنتم مع اللامدا علاقة inversely بعدين يقولك الويف لينس بتاعه اي knows when photon fall shares ايه؟ هيعمل ايه؟ هيعمل بنتريشن زي في أشعة الـ X-Ray ده رقم عشرين ده بيجي سؤال what happened? ده الحتة دي بيجي سؤال what happened عندما يكون الفوتون اصغر من الـ بيعمل بنتريشن لكن عندما يكون الفوتون اكبر من المسافات بيخبط في السيرفس ويعمل رفلكشن ما بيعافش يعمل بريتريش يعني يعادل زي في الفتحة ما بين الاتم وهو اسمه بقى الله زبير هيخبط ويحسك انه سيرفس واحد ويعمل ايه رفلكشن في المعلومة دي بيقولك الالكترون مايكروسكوب بروف أثبت دي برولي ريليشن فور د بارتكل تزيوس تو دي تيكت عندك دايمنشنز دايمنشن دايمنشن دايمن نيوتف بارتكل يعني البرتكل زلاتي لا ترعب بالعين الاكسام الصغارة جدا قالك ان الالكترون مايكروسكوب أثبت علاقة دي بروليه ان يقدر يجيب الاكسام الصغارة جدا ليه يا جماعة لان قال ان شرط الماجنفكيشن ان يكون الوابلنس بتاع الريل مستخدم اصغر او ايكوال بتاع الابجيك بيقولك الالكترون مايكروسكوب خلاص دي 21 22 الالكترون مايكروسكوب على الويف نيتشر بتاع الالكترون خلي بالك دي اسمها السينتيفيك ايديا لما حد يسألك ايه السينتيفيك ايديا بتاع الالكترون مايكروسكوب اقول ايه بتعتمد على الويف نيتشر او دي الكترون وخلي بالك كمان بنقول ايه ان احنا بنجيب الالكترون نصرعه ازاي نعل البوتنشل عليه فالسرعة بتاعته تزيد ولما السرعة تزيد طبعا اللامضة بتسوي اتش على ام في لما فلوس تزيدنا نتحكم في الويف لانز في الاوبتيكال مايكروسكوب اللايت ري هو لو بيستخدم ويل ان الالكترون مايكروسكوب بنستخدم الالكترون بيم في عملات التكبير ده شرح ايه قوانين اتحطت حتى قوانين كتير قوي حتى قانون فوتون اتش نيو اللي هو بتفاكي اتش سي على لمدة قانون سبريب بتاعت اللايت قانون فينزلو لمدة هنا على لمدة 2T2 على T1 ولازم تكونت تمشى بالكيلفن ما قالش بقى ان الكلفن زايت تتحول لسلسيس لو عندي درجة تحاول بالسلسيس احاولها الكلفن اضيف عليها 273 من كلفن لغاية سلسيس امينس 273 قانون فونكشن اتش في كريتكال فريكوانسي او اتش سي على الكريتكال فريكوانسي كريتكال فريكوانسي اسمها في المسائل مينمان فريكوانسي الكريتكال ويف لانز اسمها في المسائل لونجست ويف لانز ادى في الفوتو فنومنا ادى قانون اللي هي بتسوي ادى قانون اينشتاين لأتوميك بامب اقوال ام سي سكوار ادى قانون المستعى الفوت اللى هو ادتش انيو على سي سكوار او ادش سي على لمدا اخر واحد ده جماعة مشهول قوي قوي في المساقة اللي جابه في المتحنات اللينير مومنتم بتسوي او بتسوي اي على سي او بتسوي اتش نيو على سي او ح على مدة كلهم مهمين وكلهم بيجوا في المتحنات كلهم حالة منهم حلوة جدا نے دي كلقوانين قانون فورس الداء قانون باور الداء قانون العلامة التعديل برو ليه الداء على لقت العامة قانون كومتون افكت الانجر بتاعة الفوتون قبل زائد انجر ticks قبل كليجن بساوي الفوتون زائد انجر الكترون بعد كليجن طبعا أنج الفوتون بتتفكي X know زي ما وارك فوق أو Hc على لمدة لكن أنج الإلكترون بتتفكي half m V square أنج الإلكترون قبل يكليجون بصفر ومومنتم الإلكترون قبل يكليجون بصفر مومنتم الإلكترون قانونة m V لكن مومنتم الفوتون قانون و e على c أو H على لمدة H over لمدة ده قانون مومنتم بتاع الفوتون. الكائنة الكاندرج بتاعة الالكترو ايه ما هافي ذي سكوير او اي دوت في. ده اللي تجاب في شرحة شابتر فايف. واللي تجاب في القوانين شابتر فايف. اللي ما جاش في شابتر فايف ايه? مش كتير. قانون اللي في اللي بتساوي باور على الاتش النيو. والنيو تتفك السي على لمدة بتطلع اللمدة فوق. في اللي هو عدد الفوتون اللي بيقض في كل ثانية اسمه الريت الفوتون كلجي. او ريت اوف الكترون. ريت اوف الكترون فول? لا ده ريت اوف فوتون مش الكترون. ريت اوف فوتون مش الكترون. اه ان الماس بتاع اي برتكب بتساوي لمدة على اتش في. ان الفي بتساوي اتش على لمدة ام. ان اللمدة بتساوي قانونين دول يا جماعة مهمين اللي حطوهم في سحابة دي. الوفلس اي دوت كينيتك انرجي. اي اللي هي الايكترون تشارج اي ديت اي. اللي هي الايكترون تشارج. او لمدة بتساوي اتش على روية اتنين ام اي دوت في. احنا كده كده عارفين ان الكينيتك انرجي. ممكن اشتري وقت بديلها اي دوت في. صح? هي هنا طبعا اتنين ام في كينيتك. دي مش اي يا اسف. اتنين ام. اهي كده لمدة. لمدة اكوال اتش على روت اتنين ام كينيتك. ام دي ام اي يعني مس بتاعت البرت كاب بقول مس الالكترون. لكن اللي تحت بقى ايه? بدل كينيتك احنا قلنا كينيتك بتساوي اي ضد في. اي ليه الايكترون شارج في في ليه البوتانشل. قلت لك ان اي في جن بي اسمها بوتانشل. واللمدة من قانون دي برقول ايه? لمدة بتساوي اتش على لينيار ممنتوم. شو اللمدة اللي تحت دي. لمدة اي ايه? لينيار ايه? لينيار ممنتوم. ام في الفوتو اوليكتروني ما قالش ان الانرجي بتاعت الفوتون بس ايه? زادة كينيتك. هي طريقة بس هو اغير الكلام. وان الفريكونس بتاعت الفوتون في قانون بقى نور بيقولك ايه? لو فريكونس الفوتون ان من الكريتكل يبقى كينيتك انرجي ان ما ينسوا من الورك ايه? من الورك فانكشن. دي قوانين ما جابش عنها ايه? سيرة هو بيفكها وبيشتغل ايه? بيشتغل بيها. ما جابش سيرة على ان سرعة الالكترون بتساوي روت اتنين كينيتك انرجي على ام او روت اتنين اي في على ام. دي ودي جابها من دي يا مستر. دي جابها يا عامل من القانون ده. القانون دي ما جابش عنها سيرة. ما جابش القانون ما جابش سيرة عن الجراف اللي هو هريف الامتحانات خالص. الجراف ما بين الكينيتك انرجي اللي بيكون نقطة الاكس انترسكشن الكريتكال والواي انترسكشن او مجابش تصيرها عن الجراف ده خالص. اااام ده بتاعت دي شابتر سكس تحت الاتحتي دي. خلاص كده القوانين اللي ما جاتش جواه شابتر ايه? فايف. تعال نبص على سيكس. سيكس بدأ الاول قال لك فروم بور اسم شن. إن الالكترون موفز من هاير ليفل لليفل فبيفكوا الطاقة اسمها فوتون الدلتا ايدي اسمها اتش نيو ودي بتساوي اتش سي على لمدة بتساوي اي تو مينس اي وان اللي هو اي نيرجي هاي ليفل مينس الالكترون جاي من اي تو لأي وان كده حيث ان اي وان اصغر من اي تو يبقى جاي من ليفل عال ليفل قليل يعني جاب سيرة دكتاب المفاهيم انا بكلم كده على اكتاب المفاهيم بتاعنا في شابتر سيكس ده اكتاب المفاهيم مش اللي مجاش ده اللي جاه ده حلو جدا اللي هو عال كده وضح في اكتاب المفاهيم الالكترون بتحرط جوه الاتوم على شكل ستاندج ويف وحط القانون اللي همتوقعيني جينا في امتحان السنة دي ان لامدة اكوال تو باي ار والان دي هي عدد الستاندج ويف وبتساوي رقم الانرجي ليفل وقال ان اللينيار سبيكتر موف هيدرجي الاتوم بيتكون من خمسة جروب سيرس سبيكتر اللاين وابتدى يسميهم بقى الالكترون بتاع اسم السيرس موجودة في الالترافايل الجدوة الحلوة قوي بصراحة الالكترون موجود في ليفل 2 اللي هو اسمه ليفل ال الالكترون لما بترجع بتديلك سبيكتر اللاين اسمها بالمر موجودة في منطقة الفيزيبل تلاتة بتديلك باشن سيرس في نير انفراريد ريجن ودي ميدل انفراريد والتانية فار انفراريد ايه ريجن ريفل 3 و4 و5 وضح هو الراجل قالك ان الانرجي بتاعت الالكترون جوه الانرجي ريفل في الهايدروجين اتوم هيدروجين اتوم قالوا هنجد 13.6 على ان باور 2 تمام ودي بتقطع الاجابة بالالكترون فولت لو ضرب بقى لو ضرب الانرجي بالالكترون فولت عشان يحاولها للجول امرح ضرب في 1.6 في 10 باور نيتف 19 اللي هو ضرب في الاتشارج بتاعت الالكترون عشان كده بقى موجود قدامك الرقم بتاعت 21 ده N هي برزيلت رقم الانرجي ليفل او تحت بيقولك N ده رقم الانرجي ليفل تكالكوليت الويفلنس بتاع اي سيرس بوس تكالكوليت اصغر ويفلنس اصغر ويفلنس يعني اعلى انرجي اللي ادى لك قانون Hc على E infinity minus EN EN ده رقم السيرس طبع عشان احسب اقصر ويفلنس يعني اقل انرجي هتبقى لمدا بتسوي Hc على EN plus 1 minus EN سبيكتروميتر قالك ده بيستخدم الاستخدام بتاع السبيكتروميتر سبيكترم نمسك الضوء ونفكه ونوريك اللون الالوان الان فيزبل والألوان الان فيزبل ربما تقصد 5ت meter على الأس koying على الأساعد للمينة 地 سبكتر ي financer إلى الأساعد ونقوص 에서는 speck talvez ونقوص الأمس والخفوص هي النقوصACH وشكلها بيكون كده وفران هوفر لاين زي عبارة عن دارك لاين زي عبارة عن دارك لاين بدبقى موجودة جوه الكنتينيس سبكترم دارك لاين دي عبارة عن مين السبكترم اللي بتنتج من الاتنوسفير بتاعت الصن واكتشفنا الاتنوسفير الصن بيكون من هيدرجن و هيليم زي ما هو ماريك وشكل يا جماعة الابزوربشن سبكترم دارك لاين بدبقى على ورقة برايت فوتوغرافيك بلايت اكس راي كان بي اوبتيند باي يوزنج الكوليش تيوب قالك بيانالايز اكس راي لانا فيه اتنين سبكترم واحد اسمه كنتينيس اللي قال حتة دي والكنتينيس يبقى جوه الويفلنس التاع ما بتغيرش بتاع كنتينيس بتغير التارجت اندي دبيند على البوتينش الديفرس ما بين الفيليمنت والتارجت ماتيريال مرسمش لاسمة كوليش تيوب اتلاقيها اسم لك في فيديو الشرح وشرح لك حتة بيه التفصيل بعدين قالك ايه ان المينيمام وفلنس في الكنتينيس ومعلمنك عليه اوه المينيمام وفلنس اللي هو الحتة دي 0.04 القانون بتاعه اتش سي على اي دوت في او موك بيقولك ان اي دوت في اكوال اتش نيو ماكسمم دي جبع في امتحان التجريبية عشرين تلاتة وعشرين الماكسمم انرجي بتساوي اي دوت في ماكسمم انرجي بتاع كنتينيس اي دوت في وقال ان فيه نوع تاني من انواع الاكس ري اسمه لاين سبكترم اكس ري عنده اللي هو ده يا ابو ارنين ده الارن ده والارن ده المعلمين الكبار دولت كاركترستيك وده بقى الويبلينس ده كاركترستيك لنوع التارجت كل ده كاركترستيك اكس ري حشان بيتغير بتغير نوع التارجت ما بيعتمدش على البوتينش الديفرس ما بين الفيلمت والتارجت على العكس للكونتينيوس كنتينيوس ما بتعتمدش على نوع ماتيريا للتارجت بس بيعتمد على البوتينشل الكاركترستيك ما بيعتمدش على البوتينشل بس بيعتمد على نوع ماتيريا للتارجت وكل ما الاتوميك نمبر بتاع التارجة يعلى كل ما الويفلينس بتاع اللين إكس ري إل هاي دي علاقة إيه إنفيرس لأقول الراجل واضح جدا في الكلام وقال إيه بقى كده وقال إن الويفلينس ده بيتجاب بقانون دلتا إيه اللي هو الفرق ما بين الإنرش ليفلز بتسوي إتش سي على لمدة أو إتش نيو ماكسمام طيب ناين قالك الإنتينس بتاعت الإكس ري الشدة بتاعت الإكس ري بتعتمد على الإلكتر الكارنت اللي بيعدي في الفليمت الإنتينس بتاعت الإكس ري بتزيد كل ما إنكريزنج الإنتينس بتاعت الكارن بتاع الفليمت فاكرين إحنا هتلاقيني فيديو الشرحي بقى شارح لك بقى الهاي فولتج يأثر على إيه ومايأثرش على إيه النوع التارجة يأثر على إيه ورسمهم لك بالجرافات إنه مش حطش الجرافات خالص إكس ري بيستعدم إكس ري عنده عشان كده بيعمل إكس ري عنده عشان كده ده المعلومات اللي جات على شابتر سيكس بقونينها بسلطاتها ببابا وغنجها ايه اللي مجاش في شابتر سيكس مجاش ان اثناء تصادم الالكترون مع التارجت في كلش تيوب ان عدد الالكترون بيساوي i في t على اي مجاش ما قالش ان الكانيتك انرجي ايكوال اي دوت في هي جات في شابتر في بسم لاش شابتر سيكس ما قالش ان الانجي بتاعت الحرارة اللي ناتجة عن ال اكس ري طاقة الحرارية بتساوي قوانين دي ما جابش عنها سيرة بتاعت كلش تيوب تيني مفصصهم لك بقى في ملزمة الشرح جامل جدا جدا لحضرتك ما جابش رسم الكلش تيوب بتليها رسمها لك في ملزمة الشرح وقايلك عندك عليها ملزمة الشرح بتاعت بتاعت ملزمة اللاست نايت او اللاست ستيب اللي انت خدتها في المراجعة طيب تعالا نشوف في ورقة المفاهيم او مجلد المفاهيم شابتر 7 ايه اللي جي عليه و ايه اللي مجاش ايه اللي جي شابتر 7 في ورقة المفاهيم بيقول لك ليزر معناها ايه دي كان بيجيبها في الامتحانات بقى امتده يفرق لك ما بين السبونتينيوس اميشن وستيميلايشن اميشن فبيقول السبونتينيوس it is emission of the photon from one excited atom as it relax from higher energy level to lower level after life time over من غير اي external influence حلو قالك زي اميتد فوتون اللي بتطع باي spontaneous emission propagate randomly in odd direction الانتينيوس بتاعت الفوتون بتقل according لقانون اسمه inverse square low تمام وده اسمه spreading اسم العملية اسمها spreading انتشار wire collision البرتكل مع بعض اسمها scattering فالفوتون بتاعت ال ordinary light اللي بتنتج من الانتينيوس اميشن هايل سبريدنج وهايل سكاترينج this dominant والكلام ده بيحصل عندك في ال ordinary light زي الالكتريك لامب استيميلايشن اميشن لما بيجيش شرحها قالك هو اميشن 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 فوتون عنده انرجي بتسوي نفس الانرجي اللي كان الفوتون عاملها ايه excitation ولازم يقع على الاتوم قبل ما اللايف تايم ايه يخلص فيه تلات شروط لعمليات مين استيميلايشن اميشن فوتون يقع على الاتوم وياه في حالة excitation يبقى اول حاجة يكون الاتوم excited اثنين لازم تكون انرجي الفوتون بتسوي الديفرنس من بين تلاتة لازم الفوتون يقع على الاتوم قبل ما اللايف تايم يخلص بعدين بيقولك بقى ايه الاميتد فوتون كم يكلم معي الفوتون كم اوت بتكون كوهيرنت كوهيرنت يعني سيم فيز سيم دايركشن سيم فريكوانس وكلهم عندهم سينجل ويف لنس بيكونوا منو كروماتيك ما كلهم نفس فريكوانس يبقى نفس الويف لنس الاميتد فوتون بروبا جيت انزا سيم بايركشن انزا سيم فيز كوهيرنت and بروبا جيت ان ان وان دايركشن بارلل تويتش اذر وده اسمه الانتنسي الانتنسي ريمين كونسانت اوبر لونج ديستانس وزاوت انفرس سكوير لو وزاوت سبريدينج وزاوت سكاترينج دي اسمين او كلام دا بيحصل فين في الليزر بعدين ابتده يديني بروبيرتز الليزر سبيكتر يعني مونو كروماتيك كوهيرنت يعني بارلل كويرنسي يعني سيم فيز وسيم داييركشن كونسنتريت بعدين قال لك بيمشي مسافات طويلة بيجيب ميفكد للطاقة لانه عنده وده كمان اللي كان بيساعدنا في قياس المسافات ما بين الارض والامر تمام المسافات البعيدة طيب بيقولك تاني حاجة نعمل تلات كلمات بنعمل بعدين بعدين بنعمل عشان نحصل على حالة هو هو يعني 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 بتاع الالكترون في كبير بيصل الى طيب بيقولك ان بتاع المقونات الرأسية للليزر تلاتة مقالش بقى وضح نانو عين ودي بنستخدمها في الهيليم والانترنال اللي هو بنجيب النهايات بندهينها بالبوليش بمادة ودي زي اللي بنستخدمها في الروبي ليزر بس ما قالش بقى الاكتف ميديم زي مين زي بقى الروبي والسولد والليكود وغاز ما قالش ما قالش السوسف انجل الاربعة اللي هي الالكتريك والأبتيكال والثيرمل والكيميكال ما قالهومش طيب بعدين دخل على الهيليم نيون ليزر قال الهيليم نيون ليزر two elements selected due to قالك سبب الاختيار ايه يعني ليه اخترنا الهيليم نيون ليزر due to near equality of their meta stable energy level طيب احنا كلنا عارفين ان المتا stable energy level بتاع النيون اعلى من المتا stable energy level بتاع الهي الهيليم يوم نير في حد اعلم التاني شوية النيون هو اللي اعلى من النيون قالك ان الهيليم عن دينيون بنسبة 10 ل1 10 هيليم لوحد نير وبيكون البرجر جوه الانبوبة 0 من 6 مليمتر ميركري الارقام دي مهم نبقى حافظينها موكتوبة عن دين high voltage potential difference بيسبب electric discharge والelectric discharge بتعمل excitation للنيون اتم ده شرح بيقوله energy transferred from helium tonine عن طريق collision اسمه elastic collision لو فاكر النيون بتعمل بيحصل في الميتا stable level اللي هو اسمه E2 ده ground state E0 وده E1 وده E2 تم مدرس كتاب لنا ده E3 وده E0 طبعا الميتا stable level بتاع الهيليم atom هو E3 وبدع النيون atom هو E2 النيون الاتوم بتتجمع وصل البوليشن في E2 ده الكلام اللي قاله بعدين ايلي بيحصل بقى يا عم presence of opaque mirror and another partially transparent mirror في نهاية الهيليم laser tube ده بيعمل reflection لل photon several times وده هو المسؤول عن عملية amplification والsemitransparent mirror هي اللي بتخرج الليزر بتاعنا يبقى الليزر فيه مرايتين مراية semi transparent ومراية عندك transparent semi transparent reflecting الليزر بيخرج منين من semi transparent mirror طيب بيقول ايه كمان شوية تابلي كيش عن الليزر الليزر بيم بتاستدام في treatment ريتنا ايه بس ما قالش ليه عشان عندها high intensity و high thermal effect ده لو سألك ليه عشان عندها high intensity and high thermal effect ذكروا لنا بالجمل دي يا شباب طيب الليزر بيم used in في ال guidance ده عشان هو columnation فمحدد ال diameter الليزر بيم بيستمع في communication عشان برضو عند columnation بعدين بتدري الكلمة عن holography اللي هو التصوير السلسل الابعاد object object image formed by collective light leave lighting object surface carrying information until image formed due to difference in phase and intensity from point to another ضوء في حيث تمام مهم قوي فتصوير السلسل الابعاد لما ضوء يقع على object بيكون coherent بعد ما بيخبط على object وانحرف انا دلوقتي انا مبص كده ضوء وجاي من على الجبهة ومنخير ودقني هيمشي مسافات مختلفة لان انا في تضاريس عندك انا وش مش مسطح وش عندك في ابعاد فالفوتو اللي ما بتعكس مع وش بيكون في حاجة اسمها phase difference وبath difference فالليز اللي ما بيقع على على وش حد هو بيصوره لما بتعكس بيكون incoherent عنده different in phase و different in path difference وبالتالي احنا بقى بنستقبلها على ورقة اسمها holographic فيلم وبنستقبل الصور دي صور انا ممكن استقبل لك صورة يعني انا الصورة اللي بستقبلها على وقت في بليتيا مش وان امج على فكرة ده ملتبل امج كذا امج في نفس الوقت بستقبلها مع بعض الهولوجرام هو عبارة عن ما بين الريفرنس بيم و طبعا انا في الفيديو شرح شرح لك الكلام ده بالتفصيل انا بقوليك اللي موجود بس في ورقة المفاهيم هو الليزر بيم ريفليكتد فروم ميرور عندهم نفس الويفلينس بتاع ريفليكتب بيم ميت اند انترفير مع الفوتوغرافيك بليت الفوتوغرافيك بليت تو جيت ميزد انفرميشن اباو دي امج بيعمل حاجة اسمها كونستراكتف و ديستراكتف انترفيرس تاني ريفرس بيم هي اشاعة منعكسة من العالم مراية وبكلها نفس الويفلينس بتاع الفوتونز اللي وعت على الابجيك اللي بيتعمله التصوير وهي بتعمل انترفيرنس مع الريفليكتد بيم اللي جامع عند الابجيك وريستور المسنج انفرميشن اباوت ايه طيب ويكانت اوبتين ثري دي امج منقدرش نحصل على ثري دي امج الا بيستخدام الليزر بيم وبتوبتين ليزر ثري دي امج توبتين ثري دي امج يو شود يوز فوتون هعندها نفس الفيز يعني كوهيرنس يعني ما حد يقول لي ليه التصوير ثلاثة الابعاد ما بيطلعش غير بالليزر لان انا عشان احصل على صورة ثلاثة الابعاد لازم يكون عندي فوتون كوهيرنس عشان تعمل انترفيرنس طب انا لو ما عنديش فوتون كوهيرنس يبقى مش هيكون عندك صورة ثلاثة الابعاد ما يكون عندي ايه الصورة ثري دي بيكون شايلة معلومتين الانتنس والفيز ديفرنس بسميها ابعاد البادي فيه قانون مهم اوي بيقولك ان الفيز ديفرنس بتساوي اتنين باي على لمدة ملتبلاي الباث ديفرنس وده الفيز ديفرنس بتاع الليزر اللي ريفليكتد من على الايه من على الابجيكت اللي جات هنا دي كل المفاهيم وكل المعلومات اللي جات على تشابتر سيفن طب ايه اللي ما جابهوش على تشابتر سيفن حتة بسيطة اوي احنا قلنا ان الليزر اوبي انفرس سكوار له حيث ان الانتنس بتاعت اللي انفرسي مع الدستس سكوار فممكن نعمل علاقة نجيب اتنين انتنس ايوان على ايو بتساوي دي تو سكوار على دي وان سكوار فيه معلومة مهمة اولا قالها كتابة مدرسة ومتقالتش في كتابه من فاهم ان الانتنس بتاعت اي لايت مش بس بتاعت الليزر ديريكل مع السكوار وف امبيليتέود خلي بالك القانون الافقو ده لايطبق الا على الاردين الانتنس ديريكل مع الامبيليتو سكوار الامبيليتود الامبيليتود اللي هو ده دي المسابة اسمها الامبيليتود كل ما تكبر كذا امبيليتود يزيد يقول لك كل ما الامبليتود يزيدي عن الانتنس تعلم بس الانتنس مش ضاركتي مع امبليتود ضاركتي مع امبليتود سكوار ودي حتة ما تخبطش فيها في بتحان سنوية عامك خالص وخبت بالك منها بعد إذنك القانون ده مهم حلو قوي لو كاتبه كمان مش كانتش كاتبه هو مش كاتبه فرقة مفعين بس موجود في التابع مدرسة فانتنس 1 على انتنس 2 والامبليتود 1 سكوار على امبليتود 2 سكوار خلي بالك من القانون ده من واحد واثنين علاقة الامبليتود مع الديستنس علاقة انفرسلي الامبليتود مع الديستنس علاقة ايه انفرسلي امبليتود 1 على امبليتود 2 اقوال دي 2 على دي 1 ودي برضو علاقة مهمة جدا طبعا القانون الاخراني ده هو اللي هو الفيس ديفرس اقوال اتنين باي على لمدة ملتبلاي الباث ديفرس إلى هنا تم الانتهام من شابتر 7 ورقة مفعين وين مجاش فرقة المفعين وأهميته تعال نبص بقى انا وانت على شابتر 8 وصلنا مع بعض لورقة المفاهيم تشابتر 8 اخر تشابتر تعال نشوف كده الوزارة جايبان ايه بص يا عام اول حاجة بدأت الوزارة جابتك عنه في وقت المفاهيم بتقولك البيور سمي كوندكتور هو عبارة عن سيليكون كونسيستو اف اتم لينكت باي كوفينات بوند مالش بقى ان هو اربعة كوفينات بوند ولا لا اي حاجة تترافين انت حيب قلبي وسيليكون او جيرمانيوم وعند البيور سيليكون بهيه از انزيلاتر عند ضغط حقه 0 كيلفن طب لو نكونوا كوندكتفتي بزيرو تبقى رزيستفتي تبقى ايه؟ انفينيتي لان رزيستفتي هي واحدة على كوندكتفتي صح ولا لا تبقى انفينيتي طب باي انكريزنج تمشار سموف كوفينات بوند بروكن عند سموف الكترون فري فيبتده يتكون نيكتف تشارج كاريار اللي هم الالكترون اسمع نيكتف تشارج كاريار عش كاب نديها سيمبل ان وين الكترون سفري تليف بهايند ات في فيكنسي بروكن بوند هزا الفيكنسي اسمه هول وده بوستف تشارج كاريار عش كاب نسميه بي عشان بوستف بقاين بيقولك كل ما تمشى بتزيد النمبر فري الكترون and hole increase where the number of free elektron equal the number of hole in pure silicon if temperature increases ابا فصرت الليمت بنصل عند حالة اسمها state of dynamic equilibrium او thermal equilibrium اللي بيكون فيها عدد البوند بروكن برسكن اقوال عدد البوند مندد برسكن مندد يعني تتكون وسمول برسنتجة البوند are broken so that fixed number of free elektron and the free hole remain constant at very temperature at every temperature يعني هو بيقولك عند thermal equilibrium بيكون في عدد معين من البوند مكسور فعند البوند اللي بيتكسر قد على بيتكون فبالتالي بيكون عندي عدد محدود قوي من free elektron اللي هون موجودين والاتنين بيكونوا قضي بعض اللي احنا بنقول ال N قد ال B وهي واحدة بنسميها N I بعين بيقولك to distinguish between semiconductor and conductors اللي عواز فرق ما بين semiconductor وال conductors السemiconductor عدد الفري elektron واللي عدد الهول بيزيد بزيادة temperature as for conductors number of free elektron بيفضل ثابت مهما زودنا temperature يبقى بزيادة التمشير خالص نهاية ال conductivity بتاعت ال conductor بتزيد لما بنقلل التمشير لكن ال conductivity بتاعت السemiconductor بتزيد لما بنزود التمشير ال conductors عندها one charge carrier اللي هما الالكترون لكن السemiconductor عندهم اتنين charge carriers اللي هما الالكترون والإيه والهولز طيب ال impure semiconductor Alexa electric conductivity of semiconductor بتزيد لما adding the percentage of impurities atom to crystal of pure semiconductor زي البورون والاليمنيوم والجاليوم دول ترايفيلان الجاليوم اللي عامش نركزه فيه بورون والاليمنيوم وجاليوم as well as arsenic وفوسفرس وانتموني دولة البنتا فييلان البنتا فييلان بتخلق كريستالية اسمها N-type crystal لأنها بتزود free electron وترايفيلان بيخلق كريستالية B-type crystal بتزود عدد الهولز بص جامعي النمبر of free electron والبي مور عن عدد الهول لما احنا بنضيف بنتا فييلان والكريستالية اسمها N-type النمبر of hole يبقى اكتر من عدد ال free electron لما بنضيف tri-veيلان atom والكريستالية اسمها B-type السمي atomic pollution chemical pollution دي استخدامات كلها لليه للسمي كوندكتور قانون جاب ايه بقى قانون of mass action B في N equal N-I square القانون ده بنستخدمه في حالة ال B-type نقدر نقول ان ال B قد ال acceptor فال N بتسوي ايه بقى من القانون ده N-I square على N ايه وفي حالة ال N type نقدر نقول ال concentration على دونر فنقدر نقول ال hole بيسوي N على concentration الدونر طيب ال B-n junction يسمع ايه ضيود اسمع B-n junction B-n junction بتتكون من B-region عندها concentration لل B لل holes و N region عندها concentration لل electron ده ال B-n junction في ال forward biase connection بيكون B-n junction ال external voltage where N connected to the post external and N connected to the negative terminal وفي reverse connection reverse biase بيكون external voltage ال N بيكون متوسط بال positive وال positive متوسط بال negative وطبعا في الرسمة بيوضح لك ان الضيود في حال الفروة بيكون switch on وان ال reverse بيكون switch off راجبا في حاجة كتير جدا مجبش عنها سيرة مجبش سيرة في الفروة صغيرة وال potential barriar صغير وال division current عالية و resistance قليلة مجبش السيرة دي خالص مجبش سيرة external field عكس internal field الكلام ده مجبش عنه سيرة مجبش سيرة ان في reverse biase ان بيكون division كبيرة potential barrier كبير division current equal zero resistance بتبقى وان external field وال internal field زي بعض في ال direction كل ده ما جبش عنه سيرة في في فيديو الشرح كتب لك كل الكلام ده هي كمان في ملزمت الشرح انت اوخدها في last night طيب transistor لنوعين NBN BNB transistor based for بيعتقى used اللي عملت amplification switch و inverter كمان بيعكس الامر الريليش ما بين current وال collector وال base ان current بيساوي current collector زائد current base الداني الرسمة بتاعت NBN والداني الرسمة بتاعت BNB باتجاهات الكارنت اللي موجودة عندك عليها وده حاجة حلوة جدا انشان لو قالك ارسمها او يدهابك مرسومة يقولك الرسمة دي بتاعت اني نوع من انواع الالفا E الالفا E بتساوي I collector على I emitter والبيتا اللي هي اسمها اي يا جماعة current gain او amplification factor هي ريشوا بين I collector على I base او الفا E على 1 minus من الفا E لها قانونين القانون ده والقانون التاني ده الترانزيستور على السويتش في قانون جدا مهم وده رسم الترانزيستور على السويتش بيجازم يكون في حالة سويتش on يعني الاسمها قدامك دي في حالة سويتش on مرسمش الترانزيستور في حالة هو هو نفس الرسمة في حالة نفس الرسمة بس بيخلي الطرف اللي فوق نيجيتف واللي تحت بوسط وطبعا ده نوعه NBN تمام في الفيديو بتاع الشرح بتاع ترانزيستور شرح حالك بالتفصيل تعالي دبند على البولين الجيبرا زي النوت والجيت والاندي جيت او البيز يعني بيقولك ان عمليات بتعتمد عندك على البولين الجيبرا وده الاساس بتاع الالكترونيكس اللي هو اساس اللي هو اسمه 0-1 هم عبارة عن طويل كود 0-1 بتده يشتح بقى ان النوت جيت عندها one input only وواحد output وعندي لما تديها 0 وتديك 1 تديها 1 تديك 0 ده truth table ودي اسمه الéquivalent circuit اللي تحت دي وده اسمه truth table ودي اسمه الéquivalent circuit بيكون كيف برل مع اللمبة وresistance ومفتاح وده اسمه السيمبل بتاع اللوج الجيت الor جيت بيكون عندها two input or more تمام بس عندها واحد output ودي بدو بتديك 1 لو واحد بس لو واحد بس من two input بتاعك از ايه high voltage طيب الor جيت ده الشكل بتاع equivalent circuit والاند جيت عندها اتنين input وبتدي عندك كا انيا كده معايا كده عشان الباتري كده ممكن ايه بتفصل مننا هي بتدي high voltage تمام في حالة لو كل الامبوت اللي عندك از ايه از high ده اللي جي في كتاب المفاهيم ودي شوية تونيت وكونفرتات عندك على الجزئية ديت تعال نشوف اللي مجاش في شابتر ايت ارضو في نقطة مهمة عاوز اقول لها لك في كتاب المفاهيم في حاجة حلوة مكتوبة برضو مكتوب الرمز ده ما جيتك برميبيليتي قيمته ايه السي سرعة الضوء بلانك سكون مسل الالكترون الالكترون تشارج مراوة يا عم طب بص بص مفاجأة بص مفاجأة دي بقولك البيكو بتسوي ايه والنانو بتسوي ايه والملي بتسوي ايه الكونفرتات يا ورد الكونفرتات الالكترون بطلة ما تحب تخليها جول تضرب في 1 بو سلسل في 10 بو 19 كيلو هرتز تبقى 10 بو 3 كان بتضرب في 1000 1 ميجا هرتز يعني اضرب عندك في مليون 1 جيجا هرتز يعني اضرب في 10 بو 9 الدلعة الانجستروم اضرب في 10 بو 10 من مايكرون ميتر اضرب في 10 بو 6 التمشى بالكلفن بتسوي سلسل بلاس 273 الراجل مدي شوية كونفرتات والبيكو تحت ايه وام بيكو اضرب في 10 بو 12 يعني من اخر راجل مدلعك يعني الكونفرتات الناس اللي بتصيح على كونفرتات يا عام ده اكتاب الكارن بتاع الديود مش موجود اللي كارنت الاي اللي يكون عندك فولت البطارية نقول في بي ماينس فولت الديود على زائد ر الديود مع ان القانون ده بقى جابه في امتحان 22 22 جابه مش موجود في كتاب مش موجود في كتاب المفعين علاقة الالفة ايه بالبيتا الالفة ايه بتسوي بيتا على واحد زائد بيتا مش موجود دي احنا عارفين ان ان البي بي سي سي بتساوي بي سي بلس اي سي ار سي على فكرة ممكن بي سي اي دي نسمي بيتو في المسائل وممكن اي سي ار سي نسمي بي وان في المسائل ممكن قول ان بي سي سي اكوال بي واحد زائد بي انا الحقيقة بتاع شابتر بي اي وان باقي الجريفة كلها تقعد شابتر توت شابتر تي وكانت كله مجابهاش السن في الامتحان شاب يعني الحمد لله يا ربنا وفقنا ووريتك اه اللي جي في كتاب المفاهيم بتاع الوزارة هو اي ديفنيشن واي سنتيفك ترم واي يوز هتليه موجود عندك مش محتاج انت تحفظ الكلام ده كله خالص تمام ووريتك حاجات برضو فيها اسئلة جيفريزن وكلام ده كله اه كده الحمد لله انهينا عندك على اللي كان موجود في كتاب الوزارة وان اللي مش موجود كمان الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى وفقنا عندك ليه بالتوفيق يا شباب نروح نبص بقى عندك على اه جدول المذاكرة بتاعنا عامل ازاي ونروح نشوف بقى حسة المراجعة بتاعاتنا هنمشيها ازاي بالتوفيق لحضراتكم يا رب ربنا يجعل كل اللي احنا بنعمله دوت كده عندك نور ليك في الامتحان ويسدد خطاك وينفعك باللي انا عملته يا رب يعني يا رب اكون قدرت ان انا انفعك باي حاجة في اللي انا بعمله دوت بالتوفيق ليكم يا شباب ربنا وفقكم يا رب وتوصلوا كل احلامكم اونيكم سلام عليكم